اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب هستأذنكم بس نعمل ميوت للصوت النهاردة هنتكلم في التالت شابتر عندنا في البيشن سيفتي الاول قبل اي حاجة احنا عندنا في البيشن سيفتي او منهج هو بيبقى خمسة شابتر ماشي كمال اعملوا ميوت لو سمحتوا ماشي طيب احنا عندنا دلوقتي في شابتر البيشن سيفتي في عندنا 5 chapters اساسيين او هو المنهج بتاع البيشن سيفتي بيتكون من 5 chapters اول واحد فيهم اللي هو الكالتشر تاني واحد الليدرشيب تالت واحد السيستم تينكينج رابع واحد عندنا اللي هو البيشن سيفتي ريسكس السيستم تينكينج طيب حد يعرف يعني السيستم تينكينج او الكلمة او كلمة سيستم تينكينج لما تيجي في بالك معناها ايه نفتح كده نتناقش مع بعض يمكن افكر بطريقة سيستيماتيك يعني ممكن ما فيش مشكلة احنا مش بمتاحين احنا بنتناقش مع بعض ها تمام ماشي دي نقطة ايه تاني ممكن تكون وجهة نظر بتاعتي اصلا في ان هي تقدم الكير بتاعها بطريقة او او ارجنايزد يعني حال وال يعني وال يعني طبعا ماشي ايه جمان في اه زمنتنا وفاق بتقول طبعا يا جماعة مع الاحتفاظ بالالقاب انا مش عارفة انتو يعني الاعمار وكده فانا بس بتكلم وزي بقولك وولي ليا سمينة فزملتنا وفاق بتقول brainstorming زملتنا فايدة بتقول thinking that based on process and sequencing تمام برضو by breaking down the process تمام اي خبير تنبه 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 and remove the barriers always as a systematic way a good training for the staff that can be reached to their goal اي خبير تمام اي خبير ايه كمان يا شباب تفكير استباقي التفكير بطريقة سيستماتيك تمام طيب كل اللي انت قلتوه يعني كلام جميل جدا وكلام صحيح بس احنا النهاردة هنصيغه هنرتب الافكار دي مع بعض الاول قبل ما ابدأ يعني انا اسمي ياسميل متولي البجروند بتاعتي اصلا فارماسيست بس كنت يعني شغالة في واحدة من المستشفيات الكبيرة هنا مدة طويلة يعني 14 سنة بعد كده عملت شيفتنج لمجال اللابوراتوريس خبرتي في الهيلث كيرفيلد كله تقريبا دلوقتي دخلت في 18 سنة 19 سنة في السعودية هنا كتير يعني الحمد لله قصة القواليتي والبيشن سيفتي عملت لها كرير شيفت من الفارماسي للقواليتي والبيشن سيفتي almost from seven years يعني وانا شغالة في موضوع القواليتي والبيشن سيفتي والريسك مانجمنت اللي هي 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 المواصفات والجودة السعودية فالحمد لله يعني فقصة البيشن سيفتي دي من يعني أنا شخصين بحبها بحب جزء البيشن سيفتي بحس انه هو ممتع لذيذ وبحب الدراسة بتاعته جدا هنتكلم النهاردة عن السيستم سينكينج هنتكلم زي ما انت قلتوا هنصيغ الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه يعني يهيه سيستم سينكينج والسيستم سينكينج ده هو في البروزيس الحاجات اللي انا حطاها دي اللي هي المفروض اننا الطوبيكس اللي احنا هنشرحها في الشابتر كله على بعضه طبعا احنا مش هنخلص الشابتر كله النهاردة يعني بس انا بتكلم دي المين بوينز المفروض اننا مادرس السيستم سينكينج اكون عارفاها فاول حاجة فيها systematically identify define address the patient safety issue identify normalized deviance recognize the rule violation as an indicator potential system design او performance flow differentiate among the human error الbehavioral choices والsystem failure خلاص عندي بعد كده apply system theory identify relevant system elements people technology tools apply system thinking عمتا وهنتكلم عنها design the human factor طيب انا جايبها الحاجات دي منين انا جايباها من ال-IHI او ال-institute of healthcare improvement اللي هو بيدي ال-board بتاع ال-patient safety تمام كده طيب اما اجا اتكلم في كلمة system اقول كلمة system يعني ايه system system او نظام system هنا مش مقصود بها IT system كلمة system يعني نظام اما تدخل مثلا مكان يقولك ده عندهم system للشغل ده عندهم system في التعامل ده عندهم system في مش هارف ايه فكلمة system هنا هي integrated set of elements that accomplish a defined objective هي عبارة عن مجموعة من elements او set of elements اللي هي بتتبقى مع بعضها عشان تعملي defined objective هي هي عندي مثلا procedures, practices, principles كلها مع بعضها عشان تديني في الاخر result, purpose او success بمعنى ان انا بيبقى عندي عناصر او مضموعة من العناصر او من العوامل او من المقونات بتتكاتف مع بعضها او بتبقى interactive كده مع بعضها عشان خاطر تطلعلي في الاخر result, تطلعلي purpose, تطلعلي success whatever اللي انا عايزين فكلمة system هي integrated set of elements that accomplish a defined objective احنا مجموعة من العناصر بتشتغل مع بعضها وبتتفاعل مع بعضها عشان تديني defined a objective تمام كده طيب system definition هو regularly interacting او interdependent group في حد عايز يسأل حاجة اوكي اللي عايز يسأل حاجة جماعة يرفع ايده او يتكلم على طول طيب system definition او كلمة system زي ما قلنا بمفهوم باقى عامة او اشمل هو regularly interacting او interdependent group of items forming a unified whole يعني زي ما قلنا هي مجموعة من ال items مع بعضها بتشتغل مع بعضها عشان تديني unified whole the errors happen due to problem in the system and the human factor which errors human يعني ايه انا عندي المجموعة اللي بتشتغل مع بعضها دي او الحاجات elements اللي بتشتغل مع بعضها دي لما بتشتغل ايه اللي بيحصل بتديني ال objective اللي انا عايزة طعيب لما ال error بيحصل بيحصل في النتيجة الخلل في النظام ده عب تصنيع عب طريقة شغل هناخد الحاجات دي كلها ولازم طول ما احنا ماشيين في 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 قاعدة عندنا اسمها ايه اسمها يعني الخطأ ده طبيعة بشرية طول ما انت شخص وبشر فطبيعي جدا ان انت تخطئ تخطئ وطبيعي جدا ان انت تعمل غلطة طيب هن معنا كده ان انا اسيب الغلط واعادي اكمل no الفكرة مش في كده خالص الفكرة ان انا ليه بقول كده علشان خاطر ان انا بشتغل طبيعي ان انا يحصل عندي غلطات طب اسمها لا المفروض ان انا اعيد سياغة السيستم اللي انا شغالة فيه بحيث ان انا اقلل فرص الخطأ وده اللي احنا بندرسه في السيستم وده التارجب بتاعنا في البيشن سيفتي عمتا او في سلامة المرض عمتا ايه الفكرة ان انا بدرس السيستم بتاعي لان انا لازم اكون عارفة ان مفيش حاجة اسمها ان السيستم zero error ان مفيش ان السيستم بتاعي مرفوش غلطات لا to error is human طول ما انا شغالة طول ما انا حغالة فالerror دي بتحصل نتيجة problem في السيستم والهيومان فتقر is human خلاص كده فدي طبيعة بشري طيب علشان خاطر نتفادى الموضوع ده طلع ساينس جديد عندنا اسمه ايه اسمه الهيومان فاكتورز انجينيرين ايه هو الهيومان فاكتورز انجينيرين او ايه قصة الهيومان فاكتورز انجينيرين this is the discipline that attempts to identify and address this issue يعني ايه الكلام ده يعني الساينس ده او العلم ده هو عبارة عن السيستم اللي بيحاول يترجم او يشوف احسن طريقة اشتغل بيها بحيث ان انا اقلل الاخطاء دي يعني ايه السيستم ده بيمسك العلم ده بيمسك السيستم على بعضه او النظام على بعضه ويبتدي يدرس ايه الامكانية التحسين فيه عارفين زي ما كل شوية مسلا يقولك ايه ده نزل update جديد update جديد ده واتنزل من ايه نزل من ان احنا بنقعد ندرس الامكانيات ونشوف المشاكل اللي بتقابلنا ونشتغل عليها يعني ايه ياسمين ادلنا مسال اوضح انا مسلا شغالة في مستشفى مسلا يعني انا بدي مسال مشانك ياسمين انا شغالة مسلا في مستشفى ولقيت ان انا عندي السيستم بتاع الpatient identification بيحصل فيه ايه بييجي مسلا عند رقم معين او لما بيكون فيه ارقام معينة مثلا فيها zero وبيبتدي انه يحصل فيه error او بيبتدي انه هو يهنك او يعمل مثلا skip لرقم فابتديت ان انا اقعد مع الناس اللي عندي مين اللي شغال مثلا في قصة الpatient identification طبعا كل المستشفى بتشتغل في الpatient identification فابتديت ان انا مثلا اقعد مع الادميشن اوفيس اقعد مع ال IT اقعد مع الفارماسي اقعد مع ال X-ray واشوف القصة دي بتكرر عندهم كل قد ايه علشان خاطر اقدر احدد المشكلة فين وابتدي ان انا احلها طيب لقينا ان المشكلة مثلا بتكرر ان انا مثلا الفواتير بتاعت الفارماسي او الناس اللي بتدخل الفارماسي مثلا ممكن يدخل واحد والتاني يدخل مثلا يكون ابنه يكون قريبه يكون ايا كان يدخل وراه مثلا وبيطبع نفس الرقم فالسيستم بيهانك فالسيستم بيهانك مارك اشوف اعرف مدينة ولا خلاص يا جماعة ما عليش تيوت لا زين علي فالفكرة هنا ان انا بعمل ايه الفكرة ان انا بروح ابتدي قعد ادرس السيستم ده احط option مثلا بالنسبة لي ايه ال option اللي بالنسبة لي ان انا اعمل ايه ان انا مثلا ان انا اعمل ايه احط ال option انه هو لما يجي مثلا حد يدخل الرقم يكون دخل قبل كده ما دخلوش مثلا او هو يدخل مرة واحدة بس او حد يكون مثلا طبع الفاتورة دي اما مايدخلش الرقم تاني ويطلع له مثلا ميسج ان الفاتورة دي تم طبعها او ان هي بتتجهز او اي ان كان مثلا ده مثلا من الامثلة زي ما بتروح في مكان او بتروح مثلا في سيستم البنك الارقام بتطلع بالتتابع ما بيتقررش الرقم مرتين هما ده بيبقوا عاملينه علشان خاطر ما حصلش لخبطة ففكرة الهيومان فاكتورز انجينيرينج الهيومان فاكتورز انجينيرينج قلنا ده الديسيبلم اللي هو بيحاول انه ايدنتفاي وادرس الاشو دي انه هو بيحاول يشوف المشاكل دي فبياخذ في عين الاعتبار نقاط القوة ونقاط الضعف في السيستم بتاعه فالله هو اي تيكس انتو اكاون الهيومان سترينس والليميتيشن في الدزاين وفي زي انت الاكتف سيستم يعني بيشوف ايه اللي السيستم دوت يقدر عليه وكمان الناس لما تيجي تشتغل عليه هيبقى سهل ولا هيبقى صعب طريقة الشغل فيه دي واحدة من النقاط المهمة ما انا ممكن احط سيستم حلو جدا لكن يكون صعب جدا الناس ما تعرفش اتطبقه او يكون سيستم معقد الناس تحس ان هي مش فهمها وهي بتشتغل عليه فدي واحدة برضو من الحاجات اللي هنكلم فيها اللي هي الهيومان ليميتيشن او الليميتيشن بتاعتي اللي هي القيود اللي ممكن تتحط علي زي مثلا لما كان ساعد موضوع الكوفيد كان كل مثلا السيستم اللي محتوطة او الابليكيشن اللي محتوطة سهلا الناس تشتغل بيها اللي هي توكلنا واعتمرنا وكده اللي هو اي حد او المواطن العادي يقدر ان هو يتعامل معيها فهي دي الفكرة وان انا لازم اخلي بالي ان هو تكون حاجة سهلة واحط الليميتيشن زي بتاعتي اللي تخليني اعرف اعمل الشغل ده او تخليني اعرف اشتغل كويس تمام كده فقالنا ده اللي هو الهيومان سترينز والليميتيشن زي ما قلنا اي نظام شغل لو انت بتشتغل في مكان اي مكان هيبقى فيه هيبقى فيه هيبقى فيه تشتغل بسيستم اي تيم ورق انفيرومنت بياتعامل طيب الهيومان فاكتور انجينيرين اجزامين بارتكولر اكتيفتي ان ترمس اف اتس كمبونن تاسك الهيومان فاكتور انجينيرين ده بيمسك ايه بيمسك جزء معين كده حتة حتة بيبتدي يشوف ويبتدي بقى يعني يبتدي يدرسها يشوف السيستم ده بيشتغل ازاي الانبوت بتاعه ايه مين اللي بيدخل الانبوت طب اللي بيدخل الانبوت دوت ايه المواصفات بتاعته طب السكيلز المطلوبة ايه طب المنتال وورك لود ايه طب انا لو قلت مثلا هشتغل تيم وورك فيه المحفوظ ان هو يكون التيم وورك دوت كل واحد يشتغل ازاي طب انا اضمن ازاي ان كل الناس بتشتغل فيه فبيبقى فيه حاجات كتير جدا فالسيستم ده بيمسكها على صن خاطر يقدر ان هو تؤشور ان هو السيستم بتاعي ده شغال صح فكلمة الهيومان فاكتورز انجينيرينج دي علم مليان حاجات بيهتم بتفاصيل التفاصيل فيه اي نظام انا بحطوه للشغل لضمان ان الشغل بتاعي او ان السيستم بتاعي ماشي كويس طيب ممكن تكون لسه الدنيا استلمش واضحة هنوضحها دلوقتي برضو مع بعض واحنا ماشيين خلاص كده طيب هنقول ايه هنيجي برضو نتكلم في نقطة هنقول ان انا عندي الهيومان فاكتورز انجينيرينج دوت ممكن اكون عاملالك سيستم حلو جدا بس نيجي في ارض الواقع لما نيجي نطبقه نلاقي ان هو مش سهل خالص في الطبيق نلاقي ان هو الموضوع بتاعه صعب جدا او نتفاجئ بحاجات طلعت لنا ما كانتش موجودة يعني ممكن نكون عاملين الحاجات وشغل كويس جدا على الورق نيجي في ارض الواقع نلاقي فيه مشاكل كتير جدا فهدي الفكرة ان الهيومان فاكتورز انجينيرينج تفوكس ان هاو سيستم مورك في الاكشوال براكتس في التصميم العادي ازاي مع الريل او في اللايف سيتوائش فده اللي بيحتمي بيه جدا ان هو مش بس يعملوا كده لان هو في ارض الواقع هيكون عامل ازاي طيب انا عندي فيه 10 principles في الهيومان فاكتورز انجينيرينج لازم نكون عارفينهم وحافظينهم زي اسماني ايه هما دي عشر مبادئ بيقوم عليها قلم الهيومان فاكتورز انجينيرينج او دي الكونسبت اللي انا باهتم بيها او اللي انا بشتغل بيها طول ما انا شغالة في الهيومان فاكتورز انجينيرينج طيب ايه هي اول حاجة simplify وهنتكلم عن واحدة واحدة منهم يعني ايه simplify simplify يعني ببسط يعني لو اقدر ان انا ابسط زي ما كنا بنقول من شوية ابسط لو الحاجة اقدر ان هي تكون ابسط او في ال basic form اذا في معلومة تتكرر الاسئلة يعني ايه تهيني مش فهم قصدك سؤال في الامتحان يعني ولا اه اوكي طيب هو عمثا system thinking دوت هو يعتبر اطول chapter في منهج ال cpps ولا يخلو امتحان منه كل يعني مصط of the questions بتبقى راحة جاية عليه على system thinking فهو كل نقطة فيه مهمة ويعتبر هو زي ما بنقوله كده القلب بتاع cpps لانه هو اللي المفاهيم فيه بتكون نوعا ما جديدة علينا شوية او جديدة على اللي بيدرس cpps ما مرتش مثلا علينا في cphq ولا في cphrm بيبقى فيها جزء patient safety بس ما بيبقاش بالتفاصيل لكن جزء patient safety هنا it's very important يعني system thinking دوت one of the most important ده لو ما كانش هو يعني هو important one يعني تمام طيب انا عندي وانا بشتغل على system thinking بتكلم في نقطة ايه بتكلم في نقطة ان انا لازم اعمل simplification يعني انا وانا بشتغل في المستشفى حصل عندي مشكلة فمحتاج اعدل طريقة الشغل محتاج ان انا اعمل طريقة شغل جديدة لازم احاول على قدم ما اقدر ان انا تsimplify simplify من غير مضر بالاساسيات يعني اخلي system سهل او اخلي طريقة شغل سهلة بحيث الناس كلها تتبعها ويبقى فيها في نفس الوقت كل العناصر اللي انا عايزيها يعني لو انا بعمل double check يبقى هي double check بطريقة سهلة في مكان واضح ب elements معينة انا عايزيها افاهم اللي اصطف فيها مش هسيبها مثلا عيمة وخلاص او اقول double check نبص كده على بعض وخلاص لا يعني اكون حتى system يعني ده بقى بيبقى اللي smart يعني انا اكون حتى smart system بيطبق كل الحاجات اللي انا عايزيها وفي نفس الوقت بطريقة سهلة فدي simplify فانت يعني as much as you can ان ان انت to simplify طيب النقطة التانية usability testing يعني usability testing وزي ما قلنا انا ممكن اكون حتى system قوي جدا حلو جدا انزل على ارض الواقع في الطبي اتفاجأ ان انا system بتاع ده مش احسن حاجة او ان انا عندي عيوب صناعة او عيوب كانت مخفية وما ظهرتش في التصميم لما جيت اطبقى بقى لقيتها انها مشكلة دي اسمها الايه دي اسمها usability testing ودي it's very very important طيب الstandardize الstandardize يعني ايه ان انا اعمل standardization عارفين لما بنروح مثلا في مكدونالز ولا نروح مثلا في كنتاكي ولا نروح في starbucks ولا اي حاجة الناس دي عندها standardization نفس اللوجو نفس المنيو نفس الاسعار نفس طريقة الشغل نفس كل حاجة بتلاقيها في الفرع اللي موجود عليكم السلام ورحمة الله بتلاقيها في الفرع اللي موجود في السعودية زي الفرع اللي موجود في مصر عليها لاني عندهم طريقة واحدة بتتوازق معيير دولة موحدة بالضبط كده هما عندهم كده مانيوال ما يقدروش يطلعوا براء كل لما عملت standardization في البروسيس بتاعتك او كل لما وحدت طريقة الشغل كل لما قال الvariation ليه لو انا مش مديال الناس طريقة شغلة واضحة ومش مديالهم policy محددة وعملة standardization لكل حاجة كل الموضوع هيخطع للأهواء الشخصية وكل واحد هيقول لك انا خبرتي وانا لما اشتغلت وانا لما عملت ودي اللي هي ممكن يكون فيها اخطاء كتيرة جدا فيكون وفي variation وبالتالي مش هقدر حاسب حد انت كquality professional لما تيجي تتكلم مع حد ايه اللي بيني وبين اللي قداني او ايه اللي يفصل ما بيني وما بين الشخص اللي قداني لو احنا في conflict of interest policy ان انا يكون عندي policy طب هو احنا ليه بنحط اصلا policies في المكان ليه بنحط system في المكان علشان خاطر اعمل standardization وبالتالي اقلل اي فرص للvariation الvariation ان كل واحد يشتغل بدماغه وكل واحد يعمل بطريقة زي مثلا احنا بنحضر انا بتكلم من الواقع ان انا يعني كنت فارماسيس مثلا احنا بنحضر IV preparation او TPN او اي ان كان اللي احنا بنحضره طيب لما جينا علشان خاطر نحضر المفروض ان انا فيه protocol بمشي عليه طريقة معينة او manual او اي ان كان فجيت احنا مش ملتزمين وكل واحد بيشتغل بالطريقة اللي هو عايزها فبالتالي انا بقيت مثلا بخلص في نص ساعة زميلي اللي جنبي بيخلص في ساعة انا بيحصل عندي اخطأ في حتة هو بيحصل الاخطأ في حتة مفيش بيننا communication مبتطلعش الحاجة accurate ليه علشان احنا ممشيناش على policy ممشيناش على procedure اللي محتوطنا كنوع من انواع standardization زي ما قلتلكم انت لو رحت مثلا في ماكدونالد ولا رحت في اي حاجة من الفرانشايز الكبيرة دي اي مكان هتروح فيه هتلاقي نفس المينيو نفس الاسعار نفس كل حاجة مش هتروح مثلا تقول له انا عايز double ماكي يقول لك لا والله يا فندم احنا بنبيعهوش لا فيش الكلام ده هو ده نفسه اللي موجود في كل الفروق فهي دي فكرة standardization والناس دي ما بتخذرش في موضوع standardization لأي الفرانشايز الكبيرة دي بتبقى حريصة جدا لان ده شد يا منصور اهلا وسهلا اهلا وسهلا فالفكرة انا افتكرت عايزة تقولي حاجة طيب طيب لا ولا يهمك حمد الله على السلام ربنا يعنكم يا رب تمام اه ما عرفتش تحضرني من الاول طيب احنا منتكلم في system thinking ويعني ايه system thinking انا اعتقد ان هيكون فيه تسجيل دكتورة زينب حتى تدهوركو يعني المحاضرة ان شاء الله تكون متسجلة فاحنا منتكلم في system thinking ويعني ايه system thinking او اللي هو التفكير بشكل شمولي يعني وبنتكلم ان فيه حاجة اسمع human factors engineering human factors engineering دي اللي هو العلم اللي بيهتم بدراسة كل الحاجات اللي تبقى هو السystem يعني انا لو انا عندي system شغالة بيه system هنا مش مقصود بيها IT system يعني شغل ده بيتكون من الاشخاص اللي بيشتغلوا فيه IT solution system بتاعي بيتكون من IT system اللي معايا scanner printer ايا كان اللي بنشتغل به فكل دوت بيكون موجود فده اللي احنا بنتكلم فيه ان انا عندي system thinking human factors engineering او العلم اللي بيهتم ان هو الامور دي تكون مظبوطة فالhuman factors engineering دوت low term principles مهمين جدا بيشتغل بيهم اول حاجة simplify ان انا لما يكون عندي system بحاول اعدل فيه او احسن فيه ما لجأش للتعقيد دائما وابدا احاول ان انا اسهل الامور او اسهل الشغل خلاص كده فدي نقطة مهمة جدا تاني نقطة usability testing usability testing او test اللي انا بيكون عندي وانا رسمة plan بيبقى الشغل بتاعي في الورق حلو جدا لكن على الارض الواقع بتكون الامور ممكن اتفاجئ او تطلع لي في system thinking او في human factors engineering يعني بصفة عامة ان انا ممكن اتفاجئ بحاجات في usability testing او في ارض الواقع تخليني اعمل redesign تاني الstandardize بنتكلم في فكرة انت جتي في الstandardize بنتكلم في الstandardize ان انا كلما اعملت standardization او كلما كان عندي طريقة موحدة للشغل او للتعامل وpolicy او ايا كان كلما قللت الvariation وبالتالي هتقل الاخطاء بتاعتي فدي نقطة مهمة جدا لازم ان احنا نخلي بالنا منها اعمل standardization وقالنا مثال على كده محلات الفرانشايزنج الكبيرة اللي هي زي مكدونالز زي كنتاكي زي الحاجات دي كلها لما بندخل في اي مكان نفس الليوجو نفس المن نفس الاسعار نفس كل حاجة مفروض انها واحد اللي هي اللي موجودة في السعودية زي اللي موجودة في مصر زي اللي موجودة في الامارات زي اللي موجودة في امريكا مفروض ان هو حاجة واحدة قوانين عالمية وانظمة فرانشايزنج كده كلهم بيمشوا عليه وبيبقى التفتيش عليهم ان هم ماشيين ملتزمين فعلا بالكلام ده ولا لا وما يقدرش ان هو ايه خير وزي ما قلنا مش هتروح مثلا ان ساندويتش ببقى بجيبه على طول من فرق هروح فرق تاني يقول لي لأ ما عنديش او ما فيش لأ ما فيش عندهم هم الكلام ده هم كله مني واحدة كل حاجة واحدة تمام كده فدي نقطة ايه هي الفورسنج اكشن والكنسترين الفورسنج اكشن عندي اللي هي ايه زي اللي هي اللي بنسميها بالعربي كده الأسنسير والأسنسير مثلا فوق حمولة 100 كيلو ما بيتحركش دي اسمها فورسنج فانكشن فورسنج فانكشن يعني كوة جبري ما قدرش عديه لما تيجي تركب العربية وتسوق علشان خاطر تطلع لازم تجيب على دي ترجع ور تجيب على العربية لو ويفنا على رأسنا عمرها ما ترجع ور وانا جايب على او انا جايب على دي لازم لازم اجيب القارة عشان ترجع ور فدي اسمها ايه دي اسمها فورسنج فانكشن هي الحاجات اللي انا مستحيل اغيرها اللي هي الحاجات اللي بتبقى محطوطة كده سيستم حطيتها وخلاص قفلها تمام فدي اسمها الايه دي اسمها الفورسنج فانكشن والكونسترين الكونسترين اللي هي القيود بحط قيود قيود يعني بيبعندي اشتراطات او حاجات صعبة لكن ممكن ان انا اعديها مثلا لكن الفورسنج فانكشن اللي انا مش ممكن اعديها وزي ايه مثلا زي هيجي لك سؤال في الامتحان ويقولك ان انا اشيل البوتاسيوم كولورايد من كل الستيشن ده اسمه ايه ده اسمه فورسنج فانكشن ولا كونسترين طبعا تبريفينت الارور بالظبط ده اسمه فورسنج فانكشن ولا كونسترين لما انا اشيل البوتاسيوم كولورايد لما انا اشيله بايدي كده ودي حاجة ممكن انسى واحدة ممكن حد يجي عبدل في السيستم ده ده اسمها كونسترين كونسترين يعني بحط قيود او عوائق شوية لكن ممكن ان انا اتخطها لكن الفورسنج فانكشن هي دي اللي انا مش ممكن اتخطها زي ما قلنا مثلا افتكارها بالعربية العربية no way ان انا اطلع على دي ان انا اطلع اللي قدام وانا جايب على الار فدي اللي انا بسميها فورسنج فانكشن الكونسترين اللي هي القيود بتبقى اقل من فورسنج فانكشن طب انا في السيستم تينكينج بدرس في الهيومان فاكتور انجينيرين ايه فايدة كل الحاجات اللي انا انا كل دوت كل دي طرق في التصميم علشان خاطر اقدر اقلل الاخطاء الطبية اللي بتحصل يعني انه ممكن يكون لما جينا نعمل ونحل لقينا ان الخطأ اللي حصل ده نتيجة ان السيستم كان صعب جدا ما كانش الناس عارفة تشتغل فيه فانا ابتدي ان انا اعمل وعمل ايه اعمل طيب جيت مثلا وانا بشتغل ان انا كنت حط سيستم للناس ومأملة فيه ان هو هيديني شغل حلو جدا جيت في او في ارض الواقع لقيت ان النتيجة سيئة جدا فانا كده هبتدي عدل فيه طيب الستانداردايز زي ما قلنا لقينا ان احنا من احسن الحاجات اللي ممكن تقلل الاخطاء او فرص حدوث الخطأ ان انا عندي او طريقة موحدة ومعتمدة للشغل وبالتالي الكل مجبر على اتباع هذه الطريقة لان دوت زي ما قلنا ايه سيستم ده ايه سيستم خلاص كده طيب او دي طريقة شغلي بتاعة المكان طيب نفس الكلام عندي الفورس اكشن الفورس فانكشن والكنسترين بنسميها الفورس اكشن او الفورس اعديها او اللي هي القوة الجبرية اللي ما اقدرش اعديها النظام في السيستم وانا نفتكرها بالعربية ان انت ما تقدرش تسوق العربية تطلع لقدام وانت جايب على ال N او انت جايب على LR لازم تجيب على ال D دي حاجة لا يمكن تغييرها زي مثلا ما بيكون نظام على السيستم مثلا في الجوازات في اي حاجة اللي هي السيستم بتاعك اللي هي لأ مش هتنفع تعبدال وتغييرها هيبقى صعب جدا فهي دي دي اسمها ايه عندنا دي اسمها بعد أو طب انا ليه بعملها لو انا مثلا عندي حد بيتلخبط او انا عندي مثلا حد بيدخل يشتغل بيوزر حد فانا هروح تعمل ايه رح تعمل لهم اجبار ان محدش يدخل مكان حد ولازم اي حد مثلا يدخل يشتغل على سيستم ال-IT بتاع حد او العهد بتاعت او كده ليعملها بالفينجر برينت زي مثلا فيه بنوك كتير في الابليكيشن بتاعت البنوك لازم تعملها بالفينجر برينت ليه علشان تمنع مثلا لو الموبايل تسرق او تمنع اي احتيال وفيه ناس كمان بقت بتعملها سعاد بالبصمة اللي هو الفيس كمان فدي علشان خاطر تمنع حدوث لو الموبايل تسرق لو حصل مشكلة واقع في ايد حد ما حد يقدر ان هو يستفيد من القصة دي فدي اللي بنسميها الفورسنج فانكشن او الفورسنج اكشن علشان خاطر اقل الفرص حدوث الخطأ كل ده بندرسه تحت بند ايه كل ده بندرسه تحت بند بتاعت الهيومان فاكتورز انجينيير فالتاني نقطة عندي اللي هي يوز الريدوندانسي يوز الريدوندانسي اللي هي التكرار واحدة من الحاجات اللي بتنادي بيها الهيومان فاكتورز انجينيير التكرار التكرار يعني ايه التكرار ان انا بكرر الفطوة علشان خاطر اتأكد الناس اللي شغالين في المعامل لما احنا بنيجي نعمل بنعمل ايه بنعمل حاجة مثلا زي بنعمل بنعمل حاجات كتير يعني انا اصدق بنكرر نفس النتيجة كذا مرة ليه علشان خاطر اكون متأكدة ان ما فيش خطأ حاصل مني او بقى متأكدة ان النتيجة دي بتاعتي ايه فالد مية في المية اللي احنا بنسميها الفاليديشن وليها كذا طريقة فهي دي الفكرة ان انا بعمل ايه بعمل redundancy redundancy يعني ان انا بتأكد بعيد وبكرر عشان خاطر امنع حضوص الخطأ واتأكد ان الحاجة اللي انا عملتها مزبوطة ده دابل تشك لا مش دابل تشك لا لسه دي redundancy تكرار بيجي تحتها حاجات كتير redundancy دي ممكن يجي تحتها دابل تشك ممكن يجي تحتها ان احنا بنعمل مثلا شيد كلنا مش عارف بنملاب بتيجي حاجات كتير ففكرة redundancy ان انا بكرر الحاجة سواء بعملها دابل تشك سواء بكرر الخطوة زي ما قلنا حاجة زي الvalidation مثلا في labs او في المعامل بنكرر نفس العينة بنمشيها كذا مرة علشان خاطر اتأكد ان ما فيش error واتأكد ان الامور عندي مزبوطة فهي تكرار للprocess او تكرار الprocedure بأي ان كانت الطريقة المهم ان انا بفضل عامل redundancy بشكل ما علشان خاطر اضمن ان النتائج بتاعتي دي ايه مزبوطة فدي فكرة redundancy اللي هات تكرار validity pilot validity تمام pilot ايه اعمل اتفضلي اعمل قولي قصدك ايه pilot قصدك ايه pilot study لا احنا مش بنتكلم كده انا مش بعمل project انا باتكلم هنا في human factors engineering دي انا بعمل design يقلل error فمن ضمن الحاجات اللي في redundancy انا مش مش دي الفكرة انا مش ماشي في project احنا بنتكلم discipline ده او العلم ده بيعمل ايه علشان خاطر يمنع او النظريات اللي بيقوم عليها علشان خاطر يمنع الخطأ فاول واحدة فيها الزي ما قلنا اللي هي simplify تاني واحدة انه usability testing تالت واحدة الstandardize رابع واحدة using forcing function او constraint خامس واحدة عندي اللي هي redundancy وقلنا لها اشكال كتير وهنتكلم عن كل واحدة بعد كده عندي عندي احنا كده قلنا دي سادس واحدة واحدة من الحاجات اللي لقوها كتير جدا ان الناس بتعتمد على الزاكرة ما فيش documentation او ما بتأيد شي اللي بيحصل فبالتالي بتنسى فالمفروض ان انا يكون عندي documentation عشان كده واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي بنبقى حالسين عليها التسليم والتسلم او الendorsement او الhand over ان هو يكون documented كل حاجة فيه documentation طب ليه documentation لانه ممكن تكون معلومة مهمة بتفرق ما تكتبتش مثلا او ما تقالتش تفرق معايا فيه صحة المريض ما احنا بنتكلم في سلامة مرضى ليه بنقد نأكد ان nursing وان الدكتور يبقى فيه بينهم effective communication ويعملوا documentation لكل حاجة ويكتبوا كل حاجة ليه علشان خاطر او انا عارفة او متأكدة ان كل حاجة تسجلت فانا بالنسبالي هنا avoid reliance على الميموري ما اعتمدش على الذاكر عبدا او ما يجيش مثلا حد يقول لي العيان ده مثلا عنده ايه والله عنده هفتكر طب هسأل لا طبعا نفوت كل حاجة تكون documented كل حاجة تكون مكتوبة فالhuman factors engineering من الحاجات اللي بيأكد عليها او اللي هو بيشتغل عليها او بيحطها في المبادئ بتاعتها ان انا avoid reliance على الميموري ما اعتمدش ابدا على الذاكر زي مثلا برضو دلوقتي هتلاقى في الapplications مثلا بتاعت الموبايل دايما بيحط لك ايه يحط لك الفينجر برينت ويقول لك مثلا save الباسورد لو انت بتدخل على ويب سايت كتير علشان خاطر انت ممكن تنسه تكون عمالت الباسورد وانسيته طيب فيربطولك مثلا بالإيميل يربطولك بالبصمة بتاعتك يربطولك بقيا ان كان علشان خاطر ما تنسيش فهي avoid reliance على الميموري بقيت بعد كده take advantage of habits يعني ايه عارفين لما بنقول على حاجة مثلا double face اهي دي نفس الكلام يعني لو حاجة لها ميزة وممكن ايخد كمان advantage بتاعتها واستغلها في حاجة تانية زي ايه مثلا هنا في الصعود ايه الناس هنا عندها ايه عندها كل حاجة مربوطة برقم الاقامة فأنا ممكن استغل القصة دي مثلا في ايه ان رقم الاقامة دوت لما يجيلي العيان بتاعي احط بقى كمان عليه الهيستوري بتاعه المدكال هيستوري بتاعه كله فيبقى ايجي العيان لما يجي يجيني مش لازم مثلا يبقى جاب الوصفة معايا والتحاليل لا ده انا برقم الاقامة بتاعته او برقم الملف بتاعه اقدر اعرف هو فين وعنده ايه وعمل ايه كل حاجة متسجلة على السيستم فانا كده خدت الادفانتج بتاعة الحاجة دي ان انا باخد المميزات بتاعة الحاجة دي وباشتغلها او بعمله طيب بشجع الشغل او بشجع طريقة الشغل ان احنا كلنا نكون تيمورك مع بعض كل واحد عنده تسك مع بعضه دايما الوان من شو او الشخص اللي بيعتمد ان هو اللي بيقوم بالشغل لوحده او انه اللي بيعمل الحاجة لوحده عمره ما بينجح ما فيش حد بينجح لوحده دايما النجاح والنجاح الحقيقي زي مثلا فريق الكرة كده ممكن يكون في حد متميز مثلا فيه شوية لكن في الاساس ان هو مش هيعرف يشتغل لوحده من غير ما يكون معاه تيم كويس زي مثلا من الناس تقوله مصلاح وشغال شغال كويس وبيلعب حل بس هل هو اللي بيفوز لوحده ولا التيم اللي معاه بيساعده التيم اللي معاه طبعا بيساعده لو هو ممتاز وكل حاجة وماهوش تيم يساعد ولا يلعب معاه كرة ما كانوش هيفوز وما كانوش هيبقى فريق كبير ففكرة ان احنا دايما نشتغل دي واحدة من الحاجات اللي بتقلل فرص حدوث الخطأ ودي واحدة من المهمة جدا اللي بيقوم عليها طيب ليه لو انا عندي شغل كتير وفي تسكات كتير وانا ركنت ان واحد بس هو اللي هيعمل او قلت واحد بس هو اللي هيعمل هينسى هيتلخبط هيبقى عنده مشكلة هيمشي صحيح الصبح لانها ميت طيب مين عالية جدا وتبقى الناس دي كلها بتعرف تشتغل وتبقى الناس دي كلها عارفة التسكات المطلوبة منها ايه ويكون عندي باكا بلاين لو حد ماشي لو حد هصال له حاجة مين اللي هيشتغل مين اللي هيعمل مين اللي هيقول فانا دايما لازم تنكرج التعامل بروح الفريق بالزبط كده فعلا بتفرق الناس لما تحس انها شغالة بتين مورك ما هتنجح وهتلاقى انه اكبر الانتصارات او اكبر الحاجات اللي كانت بتحصل في التاريخ عمرها ما كانت بتبقى شخص الوحد كانت بتبقى مجهود جماعي جيش مثلا بينتصر في حاجة ناس مثلا بتعمل حاجة جديدة بتلاقي فريق هو اشتغل عليها فدايما الحاجة اللي بتبقى فيها مجهود جماعي بتنجح بدرجة كبيرة جدا لان التسكات بتبقى متقسمة الفرقات الفردية هنا هو بنستفيد منها واحد اسكى من التاني واحد اسرع من التاني واحد مثلا عندي وسكيلز في الكتابة اعلى من التاني فلما يبقوا كل دول بيشتغلوا على نفس التسك وكل واحد في الحتة اللي هو مميز فيها اكيد ان التسك هيخرج بصورة كويسة جدا وزي مثلا انت شغال في تيم مع اصحابك بتعمله مثلا ريسورج أو بتعمله بحث واحد شاطر جدا في الانترنت واحد شاطر جدا مثلا جدا في الريسورج واحد شاطر في كذا تخلوا انتو كلكم مع بعض اقعدتوا بتعمله ريسورج هيطلع عامل ازاي يطلع طبعا حلو جدا كل واحد يحط الانبوت بتاعه في الحتة اللي هو شاطر فيها فدايما فكرة التيم وورك او ان انا توانجج التيم وورك دي حاجة وانكارج التيم وورك دي حاجة حلوة جدا تمام طيب اوتوميت كيرفولي يعني ايه اوتوميت كيرفولي يعني لما اجي اعمل اوتوميشن او لما اجي اطبق ايتي سوديوشن او ايتي سيستم ابقى مشى فيه بالروحة وهنا بالا انا بعمل بايلوت ستيشن طب ليه كتير جدا ممكن تكون فيه عنظمة او ممكن يكون فيه ايتي سوديوشن حلو جدا وكويس وتمام وكل حاجة بس بنيجي مثلا اني لقيه ان هو ضرب لي حتة تاني او صعب لي مثلا على الناس الموضوع مش عارفين يفهموه مش عارفين يتعامل معاك كويس فقبل ما تقول ان انت هتعمل اوتوميشن وهتغير السيرفس من مثلا منيو الاوتوميشن لازم تبقى اعملها كيرفولي بالروحة بتعمل بايلوت تيست دي بقى اللي احنا بنعمل فيها بايلوت تيست بشوف بقى ان انا لما بعمل كده الامور زبطت ولا في مشكلة طلعتلي طلعيلي بقى مثلا قصة على ارض الواقع او في بقى حاجة مختلفة فلازم ان انا اعيد النظر تاني اعيد الدزاين تاني فدي واحدة برضو من النقاط المهمة فانا بالنسبة لي هتلاقوا ان هما كلهم العشر نقاط كلهم مرتبطين ببعض بشكل كبير وكل واحدة كل نقطة بتخدم التنيز لازم ادرب الناس بالضبط مش بس ادرب الناس انا لازم ان انا افهم الاول او اشوف في الحاجات اللي طلعتلي او الريزلت اللي انا وصلت لها تستحق فعلا ولا ممكن يكون سيستم رائع وهيل جميل جدا بس غالي جدا فلما تيجي تعملي نلاقي ان احنا خسرنين يعني مثلا اجيب بمليون جنيه بس وانا مسلا الشغل بتاعي او حجم البزنس بتاعي ما يستحملش كل الفلوس دي فانا كده غسرانه يعني هيبقى حلو كل حاجة بس هيخصمني مش هيبقى بالنسبالي على الافكتف بتاعته كويسة جدا وكل حاجة بس لما جيت حسابها لقيت ان في سيستم ممكن تكون اقل في السعر وفي نفس الوقت بتديني برضو بنفت علي فالفكرة في ايه الفكرة ان انا بعمل كيرفولي مش اي نظام سيستم او اي حاجة جديدة نزلت اجري عليها لأ لازم استنى الاول واشوف على الارض الواقع التطبيق بتاعها بعمل ازاي الامور بتاعتها تبقى ماشية ازاي واشوف هل هي كده بالنسبالي مناسبة ولا ممكن يكون فيه حاجة احسن ولا ممكن يكون فيه حاجة افضل محتاجة تعديل ممكن يكون سيستم حل وانا خدت وبشتغل عليه بس محتاجة ان انا اعمل بما يتناسب مع طبيعة الشغلة عندي فلازم وانا بعمل اوتوميشن مجريش ابقى فرحانة بالاوتوميشن ويلا نعمل قبل مدرس لا تمام فدي اللي بيقوم عليها موضوع اللي لازم كلنا نكون عارفينها او اي حد شغال في لازم يكون فاهم وبتيجي عليها الاسئلة كتير في الامتحان بتيجي عليها ازاي او على هيئة ايه ان هو بيجيب لك مثلا كيس معينة هو الامتحان كله سيناريوز او كله كيس يعني واحنا بنبتدي لن احنا نفهم الكيس دي ويقول لك الاجابة هل ده اجزامبل هل ده اجزامبل هل ده اجزامبل ده اجزامبل لازم اشوف الانفراستراكتشورز افليابيليتي اكيد طبعا ما انا بقول انا بدرس السيستم بتاعي كله الحاجات دي تصلح معي ولا لأ لما اجي اركب مثلا اي تي سيستم جديد مش هيوقع للسيستم بتاعي ولا هيشتغل معي ولا هتبقى اموره ازاي هتبقى اموره ماشية كويس ولا اموره ماشية وحش فيه دي طيب فيه حد كده مش فاهم حاجة يا حد محتاج ان انا قاعد حاجة تاني قبل ما نكمل ولا الامور ماشية تمام تمام طيب تفعلوا كده يا جماعة معي بحب الناس كده تتفاعل طب الحمد لله ماشية الحمد لله طيب هنمسك واحدة واحدة زي ما قلنا احنا كنا منتكلم بصورة في اللي احنا قلنا ايه اول حاجة عندي يعني ايه هنا هو اللي هو يعني انا بشيل او خطوات من بتاعتي ازاي يعني اخر نقطة انهي نقطة يا حنان بتاعت الاتوميشن كيرفولي ولا ايه عددك اخطاء كتير استخدام او زي مثلا لما بنيجي نسحب بالسيرنج مثلا او نيجي نسحب مثلا للاطفال فبنلاقي ان بتاعت الاطفال مثلا السيرنج بتاعتهم مش عارف مش عارف لونها بنج اللون دول الله اموره تمام بيعملو اخضر فالكالر كودنج دوت بيسهل يعني احنا حتى مع الاطفال لما بنجي نعلمهم بالالوان هو عينه بترتبط بالالوان او لو اول ما بيشوف اللهم بيفهم اسرع من ان انا اقول كلام فمن الحاجات اللي اوها مهمة حكاية الفيشوال كنترول او الكالر كودنج وهنشوف دلوقتي واحنا ماشيين الاجزامبل بتاعتها ازاي ازاي 5S السورت وال فاهميكي يعفيف تمام بس احنا احنا بنتكلم في فكرة اكتر انا بركز هنا في الالوان عما تيجي مثلا تعملي السيلندر بتاع الاكسجن والسيلندر بتاع النايتروجين جوه القوة بتاعت العيانين فبتلاقي ان في واحدة منهم مثلا بيبقى لونها ازرع واحدة تانية مثلا لونها اخضر او اصفر ولونها احمر طب ليه علشان لما تيجي النيرس تركب مثلا التيوب او هتعمل مثلا العيان ده ما كتب له ان هياخد نيبولايزر او حاجة تبقى هي عارفة ان الاكسجن اللي لونه اخضر وان النايتروجين مثلا لونه احمر لونه اصفر لونه اي ان كان فبالتالي دوت ما يخليهاش تطلع غير ان اساسا بيبقى متصمم ان الحاجات بتاعت النيبولايزر ما تركبش على بتاعت النايتروجين يعني هي ما تركبش عارفين اما نيجي مثلا نركب حاجة بنركب حاجة مثلا من اي كي او ايا نيجي نحاول ندخلها ما بتتخل نيجي نحاول نزبوتها ما بتزبوتش دي نوع من انواع ان هي مش هتتعمل الا كده وييجي مثلا لو حكتين شبه بعض فيحط لك فلاتر الماكينات بالزبط تلاقي مثلا ايه تلاقي مثلا واحدة لونها ازرق وواحدة لونها اخضر ويتيجي مسلا وانت في الكتالوج يروح جايب لك ان اللونها الاخضر بتركب هنا وان اللونها كزا بتركب هنا فدي ايه دي بتبقى واحدة من او دي بتبقى واحدة من الحاجات الانبيبي الصحب بالزبط كده كلها مختلفة بالزبط كده كل دي نوعية من انواع او ان انا بشتغل بطريقة ان انا بعمل ايه بفرق الالوان من بعضها علشان خاطر امنع والناس وانا بدربها من الاول بيبقى عارف ان اللون الازرق مثلا بتاع الاطفال ان اللون الاخضر بتاع مثلا بتاع مثلا الكبار ايا كان بالزبط الاكواد الكود رد ده حرق والكود جرين بالزبط كده الكود وكلها حاجات بتبقى ستندرديز علشان خاطر نبقى كلنا عارفين فهي حدوث ان الناس تلخبط مع بعضها فدي فكرة الكولور كودينج تمام كده طيب نيجي نتكلم احنا كده خلاص الفيجوال كنترول دي اللي احنا عملناه هنمسك واحدة واحدة وهنقول فيه عندي بعد كده هنا هون بنتكلم فيه اول حاجة استمبليفاد او استمبليفيكيشن استمبليفيكيشن انفولبين تاكينج ستيبس يعني لو انا مثلا عملية بي اعملها هقول عندي مثال ان انا بعمل مريك جاي جديد في المستشفى عندي في الريسيبشن فكان مثلا علشان خاطر يجي يعمل لازم يجي يقف في الطبور ويدين مثلا الهوية او الاقامة بتاعته وبعدين اعضي اقراها وبعدين اروح مش عارف المكتب اعمل لها سكان وبعدين يجي حد يرجع علي اللي هو كان فيه كده ايه ستيبس كتيرة جدا لازم بامشي فيها فجينا علشان خاطر نسهل على الناس فقرنا ان احنا نعمل حاجة للناس سهلة او تسهل عليهم التوابير بتاعت الريجستريشن دي ان هو ممكن يدخل انلاين ويعمل رجستريشن بنفسه زي مثلا ابليكيشن زي البنوك زي الحاجات دي وجينا مثلا نشوف احنا فعلا نجحنا في الموضوع ده ولا لا لقينا ان الناس مثلا الفيدباكس بتاعتها كلها مبسوطة والفيدباكس كلها بتاعتها بتقول ان ايه ان كده احسن بكتير فاحنا عملنا سيمبليفيكيشن ان احنا او سيمبليفاينج ان احنا شدنا اللي مالهاش لازمة او ان احنا ساعدنا الناس ان هي تشتغل بطريقة احسن او ان هي تتعامل بطريقة احسن طيب هل انا لغيت عملية خالص لا هل انا خلتها مش اكد ومش منضبطها لا بس انا شلت الخطوات اللي مالهاش لازمة زي مالهاش لازمة ان هو كان لازم يجي ويفضل واقف وان هو لازم مش عارف انا مش محتاجاها دون الاخلال بالمبادئ بتاعة العملية نفسها او دون الاخلال بالقصة نفسها فهي دي النقطة ان انا بعمل بشيل من البروزيس في نفس الوقت دون الاخلال بالشروط الموضوع او بكفاءة او بجودة الحاجة اللي انا بعملها طبعا لما بكون الدنيا صعبة الناس بتاخد وقت طويل علشان خاطر تتعلمها ومش الشطرة عبدا ان انا حط حاجة صعبة او ان انا خلي الناس تبقى بتشتغل بسيستم صعب كل ما كان السيستم صعب كل ما الناس هتهرب منه هتعمل فيه وورك اراؤن يعني هتتحايل على الموقف زي ما احنا مثلا ايه بنوح لو سيستم فيه خمس خطوات والخمس خطوات صعبين وممكن ان هو مثلا ينجز في اربع خطوات هتلاقينا بنعمل اربع خطوات بين دريفت بنعمل دريفتنج عن الواقع او عن الشغل الاساسي اللي المفروض ان هو يتم بالطريقة دي لان البروست صعبة فبقى لك لما تكون البروست كومبليكيتد الناس اللي بتشتغل البروست دي وينيد تسبند الوطف تايم ليرننج هاو تدو افكتبلي حتى لو احنا عملنا او يعني الموضوع دي بقى مستد او البروست دي بقت خلاص وتمام لو كومبليكيتد هيبقى فيه طبعا opportunities كتير جدا اليوزر ان هم يسيبوا هيبوا لما انا بصعب الدنيا على الناس او بصعب طريقة الشغل توقع ان كمية الاخطاء هتزيد او عدم الالتزام بان انا اعمل الشغل بالطريقة المزبوطة هيزيد وكده زي ما قلنا من البروست من غير الاخلال بالشروب بتاعتي تمام وبيقولك ان احنا فيه كده اللي هي بس مش كل حاجة بيمشي معاها الكلام ده خلاص كده فاحنا بنحاول يعني انا بحاول اسهل الموضوع للناس بحيث ان هم ايه كله يعرف يتعامل او كله يعرف ان هو يشتغل فدي كانت اول نقطة اللي هي طاني نقطة عندي اللي هي ايه او اللي هي بنسميها ايه اللي هي على ارض الواقع التجربة على ارض الواقع زي ما احنا مسلا بنقول ايه التجربة خياده دليل بيقولك ان يعني التجارب اللي بتتعمل دي بتبقى تجارب قوي جدا ليه العربيات اللي هي بتاعة مارسيدس واودي او العربيات الالماني والبي ام ليه عمدا بتبقى غادية حتى عنده فكرة اكيد معنا ده كترة الرجالة ممكن يكونوا عارفين مين عنده فكرة يعني ليه بتبقى اغلى من اي عربيات تانية او ليه العربيات دي المارسيدس مثلا تعتبر عال عربية مش عشان الليكشو لا مش دي الفكرة خالص عشان السفتي اعلى فيهم بالضبط السفتي اعلى فيهم في فيديو على اليوتيوب لو لقيتوا هبعته لكم على الجروب الفيديو دوت بيجيبوا كانوا جايبينوا للشركة مارسيدس وشركة بي ام او شركة اودي تقريبا اختبارات السلامة اللي هما بيعملوها او اللي هما بيعملوها اكتر من اي شركة مانيكان او بيجيبوا اللي هي المانيكان هو مانيكان بتتصنع بطريقة معينة السنسور والنيروس فيها في كل جسمها تقريبا يعني كده محاكاة زي جسم الانسان بالزبط وبيروحوا حطينهم في العربيات وبيبتدوا يجربوا معهم كل انواع التصادم يعني بيجيبوا العربية لو اصطدم الجامل لو اصطدم من فوق لو اصطدم من تحت لو هما عندهم في اليوزابيلتي تستنج يعني هما مثلا حطين تكنيك هيل جدا بيستخدموا مثلا مكان ومطور قوي جدا صاجر عربية قوي جدا الكويتش بتاعها كل القصص دي بس هما اليوزابيلتي تستنج بتاعتهم دي مش بقى بيجربوها سيفرال تايمز ممكن المانيكانز دي من كتر الدقة بتاعتها ويعني كنت شفت دوكيمنتري على الموضوع ده المانيكانز دي ممكن يقعد تصنيعها ياخد من ست شهور لسنة عشان تدي الريل سيتيويشن اللي البنياء ده ما هيكون عليه وبالتالي الاختبارات بتاعتهم تكاد تكون يعني قريبا من الحقيقة بنسبة حاجة وتسعين في المية ودي طبعا ما فيش عربية بتهتم بالسيفتي بالشكل ده زي العربيات دي عشان كده هما هيعتبروا اغلى عربيات العربية مثلا ما بتتقلبش او العربية فكرة ان هي تتقصر من الجنب او مش عارف يحصل لها ايه دي بتبقى قليلة جدا ليه بسبب اختبارات السلامة دي لان هما بيعملوا فكرة اليوزابلتي تيستنج دي بيفضلوا يجربوا فيها ويعملوها كتير جدا لحد ما يوصلوا لاعلى معدلات السلامة ففكرة اليوزابلتي تيستنج في الشركات دي بتبقى عالية جدا فبيقولك ان هي الهيومن فاكتورز بقى في الريل وورد كونديشن as much as possible in order to identify طبعا الpotential problem وال والأنينتند consequences of new تكنولوجي هي بقى انت بتسألي على الشهادة ايه للحضور ولا شهادة السي بي بي اس ولا ايه لو الحضور مع مع الكورس يعني مع دكتورة زينب ومع الشباب ولا انت بتسألي على السي بي بي اس طيب احنا كده خلاص فهمنا اليوزابيليتي اشهدت الحضور لقديم على الشباب ماشي اوكي انا فتكرت اجبتسألي على السي بي بي اس طيب اليوزابيليتي تستنج زي ما قلنا بتهتم بالأول حاجة تانية حاجة اليوزابيليتي وبيقولك ان فيه وان بروميننت اجزامبل اللي هي ايه اللي هي الالكترونيك ميديكال ريكورد ان احنا لما بنيجي مثلا هندخل الالكترونيك ميديكال ريكورد او اللي هو الفايل الالكتروني بتاع العيين ما ينفعش ان انا ادخل كده مرة واحدة لأنا بعض اجربه في ارض الواقع او قبل اما بنزل بيه تجربة بعض اشوف السيستم ده فعلا بقى في ارض الواقع لو انا وصلت بسيستم المستشفى اموره ماشية تمام بأرض الواقع بيقع بيهنج بيدخل معلومات على بعض في مشكلة مثلا تستتمش بتبين مش عارف ايه طب لو عملت مع سيستم تاني واموره ماشية كويس ولا في مشكلة فهي دي فكرة اللي بيهتم بها وبرضو هي عشان اعرف والحال الورك 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 عندي الشغل مثلا انا حطت وفيه ست خطوات علشان خاطر اوصل للبرودك احنا في مصنع مثلا وبنصنع فانا عندي ست خطوات عشان اوصل للبرودك واحد اتنين وثلاثة اربعة وخمسة وستة الكلام ده اللي احنا حطينها على الورق جينا واحنا بنجرب لقينا ان انا عشان خاطر اوصل للبرودك فيه ناس كتير جدا وهم شغالين حاسين ان خمسة وستة شبه بعض او خمسة وستة مثلا مصعبين الدنيا فرحوا سايبين خمسة وراحين على ست او رحوا رحين عند خمسة وسايبين ست ايا كانت هي ايه فاهميني كده فهي دي الفكرة فاحنا بالنسبة لنا بنعمل ايه احنا بالنسبة لنا بنمشي ونشوف الحاجات بتاعتي ايه اسهل حاجة اعملها طب على ارض الواقع وانا مشي لو انا لقيت ان فيه الناس بتعمل ووركراوند ووركراوند دي يعني معناها ايه يعني معناها ان انا عندي مشكلة يعني معناها ان السيستم بتاعي دوت ممكن ان انا لازم احتاج اعيد تصميمه تاني او اعيد اشوفه تاني في ارض الواقع ان الناس مش مش عليه مصبوط بتحييد عنه مفوض ان انا السيستم القوي بتاعي مبقاش فيه احيد عن الموضوع او احيد عنه او ان انا اعرف اكسره خلاص كده فانا بالنسبة دي واحدة من الحاجات اللي بتخليني ديزاين دي سيستم لانا السيستم اللي عندي ده مش احسن حاجة لما انا يكون عندي سيستم باخد به معلومات المرضى ولا ان انا ممكن اسكيب اللقطة دي او اسكيب الخطوة دي ومااخدش معلومات المرضى كويس ده معناها ان السيستم بتاعي ده مش متصمم كويس وان هو فيه عيب بصني لان معلومات المرضى دي حاجة مهمة جدا فمعنى ان انا اعديها كده وبايباس من غير ما اخدها ومن غير ما اكد عليها ده معناها ان السيستم بتاعي مش كويس خلاص كده فهي ده ميخليني اعرف ودي نقطة مهمة جدا جدا كل ما زاد عدد كل ما معناها ان انا السيستم اللي عندي دوت مش او السيستم اللي عندي ده في عيوب تصنيع ولازم ان انا اصلح خلاص كده فدي مهمة جدا 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 ان انا بتعرفني عيوب التصنيع وبتعرفني الورك راق تمام طيب ثالت حاجة زي ما احنا متفقين ان انا تستندردايز ريموف الفارياشن والكونفيوجن وبروموت البريدكتيبتي والكونسيستنسي يعني الناس هتفضل ماشية بنفس الطريقة كل ما انا كان عندي سيستم مزبوط فزي ما قلنا انا بروح مكان بيقول لي تفضلي انت من حقيك تعملي كذا وكذا وكذا دي الطريقة بتاعة الشو طيب لو انا مش حطا لهم طريقة كويسة ومش حطا طريقة صح ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان كل واحد هشتغل على مزاجه اللي هيحصل كده ان احنا مش هنكون كيان واحد ماشي الطريقة واحدة لأ احنا كده ايه في عندنا مشكلة ولازم ان احنا نحلها فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نخلي بنا منها الستاندرديزيشن ده مهمة جدا 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 خلاص كده تعاليكم الستاندرديزيشن بيديني ايه بيديني يونيفورم وكمون وي او كومون وي او كومبليتنج تاسك كلما عملت استاندرديزيشن كلما كان طريقة موحدة للشغل وحتى لما انا بيدخل عندي حد عميل في المكان مثلا بشايف المكان منظم كلنا لابسين نفس اليونيفورم بنشتغل بنفس الطريقة لو لنا فروع كلها واحدة هو ده اللي المفروض ان انا امشي عليه ليه المفروض ان انا امشي عليه علشان خاطر كده انا بحقق الشغل او بحقق طريقة الشغل المرجوة مني او هي دي فايدة الكواليتي او هي دي ايمة الكواليتي وخصوصا في البيشن سيفتي ان انا بمنع الورييشن ان انا ما اسيبش كل واحد يقضي على هواء لا انا شغالة في حياة مرضى في سلامة مرضى مهمة جدا مهمة اوين انا اديهم كل التولز الصح اللي تخليهم يعرفوا يشتغلوا من غير ما يكون فيه اللي يخليهم ما يرجعوش مثلا يقولوا ايه اصلا احنا ما كناش نعرف اصلا لا ما كادش واضحة اصلا ما كادش باينة لا فيش الكلام ده فانا كل حاجة عندي لازم تكون مزبوطة كل حاجة عندي لازم تكون بحسين كل الناس تبقى شغالة بنفس الطريقة فدي نقطة زي ما قلنا ايه مهمة جدا 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 لازم ان انا اشتغل عليها خلاص كده فانا دي الستاندرديزيشن بتديني ويونيفول مقاما وبتقدي ان انا ايه طبعا بتزيد بتاعت المصداقية طبعا بتاعتي كل الحاجات دي مهمة جدا 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 لما انا ببقى ماشي بطريقة شغل واحدة وموحدة خلاص اللي بيجي بيدخل لتعلم طريقة الشغل دي بيمشي عليها بتقلل علي فرص اخطاء كتير بتقلل علي ان انا يكون عندي مشاكل كتير وانه خلاص اللي بيجي بتعلم بيبقى عارف هو داخل يعمل ايه ومطلوب منه ايه تمام طيب الاكويمنت والبروست لازم تكون ستاندرديز ونيفر بوسبل ستاندرديز وزن الديبارتمنت وكروس الورجانيزيش زي مثلا ستاندر اوردر للانتيكواجلنت مانجمين انا مثلا في الفارماسي بطلب انتيكواجلنت انتيكواجلنت اللي هو الادوية بتاعة مضادات التقلب كل ما انا عاملة بروتوكول تتاخد ازاي تترجع كل قد ايه مين اللي يصرفها مين اللي يكتبها فخلاص اللي بيشتغل بيبقى عارف يعمل ايه ويتعامل معاها ازاي خلاص كده لو الناس عندها اللي هي الاتوميشن سيستم او عندها اللي هو الباكما اللي هو البركود ميديكيشن وعندي بيحصل يبقى انا فيه سيستم براجع على المكان ده كل قد ايه بشين منه الادوية قد ايه كل الحاجات دي بعمل وزي ما قلنا اكبر مثال مثلا ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي كنا بنتكلم في ايه بنتكلم لو انا عندي هما كلهم دايما نفتكرهم بالحتة دي كلهم ماشيين بايه كلهم ماشيين بمبدأ الستاندارديزيشن انا بقامل الستاندارديز ليه البروسس نفسه او ان انا بخلي الناس كلها تمشي بطريقة شغل واحدة او بطريقة تعامل واحدة فدي اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الستاندارديزيشن طيب الفورسنج فانكشن ايه هي الفورسنج فانكشن كلمة فورسنج فانكشن aspect of design that يعني ان انا بعمل ايه بعمل design معين او زي ما قلنا حاجة اجباري كده ما تخليش ان الحاجة تحصل او الغلطة ان هي تحصل طيب دي بافتكرها بايه بافتكرها بالعربية انا عشان خاطر اطلع لازم اجيب على دي علشان خاطر ارجع ورا لازم اجيب على ولا هينفع اطلع بالار ولا هينفع ارجع بالد فدي نقطة مهمة جدا 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 دي اللي بنسميها forcing function اللي هي كل حاجة بتتوقف كده بنسميها اللي هي في الاخر hard end او hard stop ان انا اللي هي ما اقدرش اتخطوها او ما اقدرش ان انا اتعداه فده aspect of design اللي هو prevent the unintended or undesirable action from being a performance وورقى لو it's performance قولي فاناظر specific action is performance فارست ان انا مثلا ما اقدرش اسكيب الخطوة دي يعني لو انا عندي مثلا system بدخل فيه بيانات المريد فلازم ادخل اسمه الاول وبعدين لازم ادخل مثلا سنه وبعدين حالته وبعدين 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 عندي وانا بدخل زي مثلا ما بنيجي نملك بيانات اي حاجة اوتوميت مثلا في applications او مطلوبة مننا او كده ما تقدرش تروح لل stage اللي بعضيها غير لما تملك بعنوماتك الاساسية الاسم رقم التيفون الاقامة المش عارف مين فدي بنسميها الفورسينج فانكشن فبيقولك زي ما قلنا الاطوموبائلز انه ديزاين سوزات درايفر كانت شفت انتو ريفرس وزود فرس تبوت انجيز او هيرفوت على البريك بيدل دي اللي احنا بنتكلم فيه خلاص كده طيب الستاندردائزيشن برضو اللي هي الممكن قلنا هي اكسام زي ما قلنا الستاندردائزيشن دوت واحدة من الحاجات اللي بتفرق معايا كتير جدا 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 في طريقة الشغل بتاعتي وبتمنع لي اخطاء كتير جدا 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 معلش دي كانت المحوض انها تكون قابليها قبل السلايد اللي قابليها تمام طيب الكنسترين قلنا كلمة كونسترين ايه هي دي الستيت اف مين جتشك دي او كومبيل او 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 الفورسنج فانكشن والكنسترين او الفورسنج اكشن والكنسترين مرتبطين ببعض مين عقوة فيهم الفورسنج اكشن لان الفورسنج اكشن دي حاجة من السيستم او حاجة اوتوماتيك مقدرش ان انا اتخطاها او اكسرها الكنسترين بتاعتي انا بحاول اعمل قيود على قدم ما بقدر ووارد ان يحصل فيها اروا مثلا ولا واحد في الماء فبيقولك هو سؤال دا الاشهر اللي بيجي كتير جدا في اللي كان بيحصل ان البوتاسيوم كولورايت كان بيبقى الكنسانتريت الالكترولايت دي اللي شغال في المستشفى عارف بتبقى صغيرة كده شبه الووتر فور انجيكشن اللي احنا بنحين بيها مثلا الانتيبيوتكس او بنعمل بيها مثلا الادوية فكان الكنسانتريت الالكترولايت دي كان الاول زمان ما في المكان اللي في الشوق فاللي حصل ان هم لقوا ايه الطبعا دوت البوتاسيوم ده لما بيدخل على القلب ممكن ان هو على طول بيحصل ممكن يحصل دف فاللي لقوه لقوا ان يعني ان دي واحدة من الحاجات اللي كان بيتكرر معاها مشاكل كتير فبقوا يعملوه ايه بقوا يعملو كونسترين ان احنا نشيله خالص محطوطة في دولاب ويبقى ليها وليها كده مجموعة من اللي هي لازم تكون موجودة تحت المسمة او سلامة الدول خلاص كده فمن الحاجات اللي احنا عملناها او اللي هي السباهي والجيسي اي والحاجات دي اهتموا بيها جدا ان هي تتشيل من ان هي تتحط في حتة مقفولة ان يتعمل عليها دابل تشيك ان مش اي حد يديها ومش اي حد يعمل لها فكل الحاجات دي تحت مسمة الكنسترين او كل دور عشان بعمل ايه عشان بعمل كونسترين او بحاول اعمل قيود على الاستخدام بتاعها وبالتالي احاول اقل الفرص الارر او فرص الخطأ بتاعتي خلاص كده طيب using الفورسنج بتخلي ان انت تعمل الحاجة الغلط صعب زي ما قلنا بتعملك زي ما انت تيجي تركب مثلا حاجة من حاجات ايكية او حاجة من حاجات دي لو هي مش مكانها الصح نو وين هي تركب ولو جيت حاولت ان انت تضغط عليها وتركبها ممكن تكسرها له فهي دي الفكرة ان انا بعمل دي بعمل علشان خاطر امنع حدوث الخطأ انا عايزة الامور تمشي في الويدة فهخليها ما تمشيش الا في الويدة مهما ان هم هيحاولوا يعملوا ويصلحوا لأ مش هتتصلح ما فيش حاجة تتصلح ما فيش حاجة تمشي الا بالطريقة الصحة فهي دي اللي احنا بنصنيها الهارد او بنعملها ودي نفس الكلام اللي ما قلنا ان ان انت ما تقدرش تطلع مثلا من غير ما تكون جايب على الدي ترجع من غير ما تكون جايب على الار فزاة هي دي اللي فيها كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها فبيقولك في الهلس كير مثلا خلاص كده هنشوفها دلوقتي هتبقى عاملة ازاي اهور هالكو ازاي في السؤول اللي بعدها شايفين الاكسوجين والساكشن اللي هو نوين اللي اتنين يتلقبطوا مع بعض او حتى بصوا الديزاين بتاع دي والديزاين بتاع دي ان هو حتى لو جاتت لخبطت وحاول تدخل مثلا التيوب دي هنا والتيوب دي هنا مش هيدخلوا مع بعض الديزاين نفسه مش هيسمح له شايفين الفرقة ما بينهم واضحة كده ولا فيه حاجة مش مفهومة هيا شباب واضحة الامور ولا سأحكم اني واضح واضح تمام طيب الحمد لله لايكو ساكتين كده انا عايزاكو تتفعلوا يعني اللي عنده سؤال يسأل حبيب يديف حاجة احنا مع بعض كل تمام طيب الحمد لله كده احنا خلصنا رابع نقطة اللي هي نخش على اللي هي او ايه هو دي اللي هي فلان انا بقرر الحاجة او بعملها اكتر من مرة علشان خاطر ابقى متطمنة ان الامور عندي او ان العملية عندي مرت بسلام او الامور عندي مشت كويس فبيقولك دي يعني احنا ما بنقول للاطفال التكرار يعلم الشطار هي كده بالظهر فان انا بعمل نفس الحاجة اكتر من مرة علشان خاطر اكون متأكدة ان انا بقدم استيف لو احنا لو انتو خدتوا بالكو مثلا معدل استلامة في الافياشن او في الطيران اعلى بكتير من معدل استلامة في الهيلث كير ليه الناس دي ما بتسيبش حاجة للحظ ما بتسيبش حاجة للصدفة لغوا فكرة فكرة الهيراركي عندهم الحاجة بيبقوا قبل ما بيطلعوا بيعملوا دابل تشيك مليوم مرة كل حد شاكك في حاجة او شايف ان في حاجة ممكن تكون غلط او مش مرتح لها بيسبيك بيتكلم ويقول ما فيش حاجة اسمها هروح اقول للمدير ومش هروح اقول للمدير لا او ما بيقعدوا يعيدوا التسقط على بعض بيشيكوا مع بعض لو في حد شاكك في حاجة او حاجة بيانده مشكلة بتتخذ مشكلته بعين الاعتبار بفكرة ان انا بعمل ريدوندانسي او بعمل تكرار ده ليه ده علشان خاطر ان انا ابقى متأكدة ان كل حاجة بتحصل صح وخصوصا الكريتكال فانكشو طيب التبكال اكزامبل اس دبل تشيك ان انا بعمل دبل تشيك ان انا حطيت اتنين يشتعلوا بشتغل مثلا انا وحنين مع بعض احنا الاتنين بنحضر اي في بريباريشن او بنحضر مثلا تي بي ان طيب هل الدبل تشيك بيمشي بطريقة ان انا خش بص كده وهي شغالة لا تمام تمام وهي بص عليها انا شغالة تمام تمام لا طبعا دي وصول الدبل تشيك بيبقى ازاي من اول مثلا لو انا عندي تي بي اني دوت له دكتور اردر او مكتوب الدكتور اللي كان دو براجع على الدكتور اردر بعدين يعني انا مثلا براجع على حنين فانا براجع على الدكتور اردر وبراجع على بتاعها هي صرفته ازاي وحسبتها ازاي بعد كده ببتدي ان انا اراجع اشوف لما صرفته وبتدي التحضر حضرته بال بتاعتنا ببتدي ان انا احسبها تاني فالدبل تشيك هنا ان انا بعيد كل حاجة كأن انا اللي بشتغلها تاني ونفس الكلام لو هي مسلا اللي بتدور هي اللي بتعمل علي دبل تشيك او هي اللي بتعيد على الشغل بتاعي نفس الكلام هي بتعيد كل حاجة ما بنسيبش حاجة بالسطفة او مش بعمل مسلا فاكو بسيب الباقي كلمة دبل تشيك هنا ثانيا يا جماعة احطها فيش كلمة دبل تشيك هنا معناها ان انا بكرر كل حاجة وبعدها كاني بشتغلها من البداية خالص ليه توانشور السيفتي او عشان اكون متأكدة ان انا كده تمام والسيفتي بتاعتي ماشية كويس فالدبل تشيك هنا معناها او لما حد بيعمل على حد دبل تشيك هو بيشيك على كل الخطوات كأنه بيشتغلها تاني من جديد ودي نقطة مهمة وبتيجي في الامتحام بيقول لك مثلا الدبل تشيك ان النيرسة عمل الدبل تشيك على فلان الفلانية بس في او بس في لأ انت حتى لو بتطبق عندك في المستشفى الدبل تشيك ده انا بعيد كل الخطوات لو فيك بحسبها ممكن اكون انا حسبة غلط وجات حنام مثلا راح الجاية عايدة وراي لقيتني حسبة غلط طب هي الحسبة الغلط دي معناها ان الدوس غلط معناها ان كل التحضير اللي انا عملت هدي غلط فما ينفعش ان احنا عديها كده في الدبل تشيك ده انت بتعمل كل حاجة فبيقول لك لان احنا طبعا زي ما قلنا لو انا عندي غلطة غلط في الحسابات غلطت في الوزن غلطت في الطول غلطت في المعلومات فانا لازم اكون وانا بعمل دبل تشيك اكون متأكدة ان انا عدت كل الخطوات وان كلها ايه ماشية صح علشان خاطر امنع اي ايرور ممكن ان هو يحصل تمام كده فدي نقطة مهمة جدا لازم اخلي بالي منه وبيقول لك لو ميني ارور اركو احنا وإحنا بنعمل دبل تشيك على بعض او مثلا هنان بتعمل دبل تشيك علي لقيت ان انا غلطت في الكالكيوليشن فجات سألتني انت غلطت في الكالكيوليشن دي وقلت لها لا ده انا دخلتها مثلا على السيستم اللي عندنا هو طلعها لي كده ده معناها ان السيستم ده في مشكلة او جات مثلا اقيتلي انت ليه حدرتي بالطريقة دي فقلت لها مثلا وانا بحقهم قالولي احضر بالشكل ده فاتي جهة رجع البوليس اللي محطوطة تلاقي ان طريقة التحضير نفسها غلط او مش مكتوبة كويس او فيها فنبتزي نعيد الحاجات اللي احنا عمليين نتكلم فيها بقى ان انا اعمل وان انا نكون كلنا نبقى ايه على فدي فكرة الايه دي فكرة ان انا بعمل أو ان انا بعمل التكرار ساعات ممكن يكون حد بيعمل بسرعة او عايز يخلص بسرعة فما ياخدش باله من عيوب او ما ياخدش باله من المشاكل مقابله فعمال يجري يجري عايز يخلص وخلاص اما ييجي بتاع الدابل التشيك بقى وراه ويشيك عليه هيكتجف ان في حاجات كتير كانت نقصة وان في حاجات كتير كان ممكن تتصلح او لو انا مسلا اعطتها بطريقة معينة ده هيساعدني ان السيستم بتاعي يبقى افضل وان الاخطاق بتاعتي تبقى اقل بيقولك ان هي يعني مش احنا الاتنين مثلا مين اللي عمل الدابل تشيك ده انا واتنين سحوبي لا ما ينفعش احنا شغالين مع بعض او كل حاجة تمام بس انا وانا بعمل الدابل تشيك كأني بعيد القصة كلها من جديد لوحدي يعني ان انا بعملها في شغلي الوحدي كأنها ما تعملتش قبل كده علشان خاطر ما يبقاش فيه ارر وانا ما اكتشفتوش انا بتشيك علي او انا بتشيك عليها كأنها بتعيد من اول وجديد وانا نفس الكلام ممكن في ناس مثلا تقولك ايه ما خلاص فلان دوت شاطر واحنا واثقين فيه او مش عارفة مين خلينا دايما نحطين في دماغ زي ما قولنا ان 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 تغلط فدي طبيعة بشرية ما فيش حد ما بيغلطش فلما ايجي اعمل ضروري جدا اركز واعيد كل الخطوات او لو انا بعمل هي اسمها يعني 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 انا بكرر كل الخطوات علشان اخوات اتأكد ان فعلا ما فيش غلطة حصلة او ان لو غلطة حصلة ان هي لو عدت على زميلي اللي قبلية مش هتعدي علي تمام كده فدي نقطة الايه الريدوندانسي طيب على الميموري احنا طبعا كل واحد بيبقى عنده في حياته او في يومنا العادي مليانين حاجات في الشغل وفي البيت وفي الولاد وفي المذاكرة فلما ايجي يكون بشتغل في تسك في مثلا خطوات كتير او في شغل في تسكات كتير او في خطوات كتير ما ينفعش ان انا اعتمد على الميموري بتاعتي او ما ينفعش اقول لا مهانا هفتكر مهانا هخلي بالي تمام ماشي بس ده لا يمنع ان هيحصل خطأ زي ما قلنا دائما وابدا في الpatient safety ان وإحنا معتل فيهم بالنقطة دي بس الفكرة ان احنا بنبقى عايزين نقل الفرص الخطأ دي خلاص فافويد الريلاينس على الميموري ما تقولش بقى ان انا هقدر استوعب او انا هفتكر او انا هعمل خلي معك دايما النوتبوك وعلم عندك سيستم مثلا بتخزن عليه ايا كان القصص دي فدي نقطة مهمة جدا جدا فانت هنا ها بيقولك الريلاينس مثلا ما اعملش على الميموري ليه علشان خاطر انا فعلا بانسا بعمل الريلاينس ايه الهدف من الريلاينس ان انا اعظمنا ان فيها كل الخطوات المفروض ان انا اعمل هي عماتا فكرة الريلاينس تتعملت ليه علشان النوتة دي ودي واحدة من الحاجات اللي عملها تصميم التشيكليست علشان واحد لو عنده كتير وبينسى يبقى معال التشيكليست اتفكره انا ببقى ماشي في الشغل معال التشيكليست اللي هي قائمة المهام او الحاجات اللي انا المفروض اخلصها عملت ده هاجي الصبح مثلا المفروض امر على التلاجات بتاعت اليونت المفروض مثلا اسجل درجات الحرور هل انا عملت ده هل انا عملت ده هل انا خلصت ده هل انا قولت ده فالتشيكليست بتفكرني لو انا عندي تسكات كتير وممكن انسى فببص في التشيكليست وبامله فبقولك هي بقلل الريلاينس على الميمول يعني ان انا بقلل اللي اعتماد على الزاكرة وهي كمان كلمة يعني من الحاجات اللي فعلا لها اساس علمي فان هي تقلل الارر لما تسمع كلمة يعني ليها اساس علمي ان هي تقلل الارر او تقلل المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة النسيان خلاص كده فبقولك ده والجول مش ان انا تكمبيت التشيكليست بطيوزة اس جايد تكمبيتنج التسك على التشيكليست يعني مش الترجل بتاعي ان انا قامل التشيكليست ولكن ان انا افتكر ومنساش الحاجات اللي علي فالتشيكليست دي معمولة علشان خاطر كده ان انا منساش الحاجات اللي علي او منساش الحاجات اللي المفروض ان انا اعمل تمام كده واضحة فبقولك الارر في الانفول او اللي هي الهند اوف على الترينيج والسوبر والدسيجن يعني فيه نوعية من الاخطاع بتبقى محتاجة ان انا اعمل زي الاخطاء التشخيصية او الهند اوف ايرور دي بتبقى عايز بتركز على الترينيج والسوبر فيجن ساعتها اللي تشيكليست مش هتبقى حل كويس يعني هو هنا احنا بنتكلم اين تستخدم التشيكليست لو انا عندي مالتي تاسكس لو احنا تيم كبير وكل واحد له جزء من المهام بيعملها علشان خاطر ما ننسيش يبقى انا عندي تشيكليست بشتغل بيها او بتحرك بيها فدي نقطة مهمة جدا لازم اخلي بالي منها تمام باي ان انا يبقى عندي سمارت سيستم لو انا بشتغل مسلا بحاجة او بعمل حاجة وليها فايدة استغل لها او يبقى انا مسلا خدتها من هنا ومن هنا فبقولك فالباترن از ارقونيز في ال يعني انا بيبقى عندي مسلا واحنا يعني انا بالنسبة لي زي ما قولنا كده رقم مسلا الاقامة عليه كل حاجة رقم البطاقة عليه كل حاجة رقم مش عارف ايه فانا لما ايجي العيان بتاعي او بتاعي مش لازم كل مرة وهو جاي لي اقول له تعالى اقول له اعمل اقول له روح اقول له تيجي لا هو خلاص انا عندي اديني رقم الاقامة بتاعتك وانا هقدر انه طلعلك منه كل الدايتا بتاعتك او هقدر انها متخزنة عليك في بلادفورم كده هطلعه لك فدي فكرة ان انا باخد بتاعت الهابت طب دي بتفرق في ايه بتفرق ان انا بقلل كتير قوي على بتاعي يعني مش لازم مسلا هو كل مرة ييجي نجيب معاه ييجي مسلا نجيب معاه الرشدة مش لازم ان هو يبقى هو وجايلي وجايب معاه الادوية بتاعت ولأ خلاص هو عارف ان كل حاجة او كل حاجة على السيستم خلاص كده فبالك هو يعني انا بالنسبة لي دي حاجة مهمة ليه علشان خاطر اقدر اريح اللي بتاعي وتبقى هي عادة خلاص انا عملتها لل بتاعي او سوري للكلاين بتوي او لل ان انا بحاول اسهل عليهم في المجي بتاعهم مش يبقى جايلي وشاي الهم انه نسي الادوية او نسي يقول طب دي بتفرق فيه بتفرق مثلا لو انا عندي عيان وبياخد دواء مهم زي او بياخد حاجة للضغط او حاجة للسكر وخصوصا لو ابوهاتنا وامهاتنا ربنا دي مستحة ممكن ميجوش عارفين الاسم ممكن يكونوا بينسوا فلما يجيني مثلا وينسى الدواء وانا كون هكتب له كدكتور هكتب له دواء تعيني مثلا جديد وممكن يكون الدواء الجديد دواء بيحصل دراج دراج انتراكشن مع الدواء القديم فانا لازم اخلي بالي من حاجة زي كده ايه اللي هيساعدني ان انا لو انا عندي مثلا رقم الملف بتاعه بيبقى فيه متأيد عليه او الملف في رقم الملف في الطب بتاعه متأيد عليه كل التاريخ بتاعه متأيد عليه كل الداتا بتاعته فدي واحدة من الحاجات اللي هتفرق معي او هتخلي الموضوع بالنسبال سهل وبالنسبال لي سهل ويمنع غلطات كتيرة تحصل النتيجة كده فبيقولك it can also be important to pattern the process around the habit to pattern the patient with the stuff to ensure that the patient brings their medication list to each office visit or when admitted to a hospital a number of organization examined the habits with patterns بتاعت الpatients اللي هي اكتر حاجة مثلا بيجيبوها معهم كان بيبقى فيه رقم ملف مثلا او رقم التأمين فدلوقتي كمان مع مثلا نظام نفيس هنا بقى نفيس دوت برقم الاقامة ورقم الهوية عليه كل حاجة بعد كده للعيين فقدر اشوف هو عمل اخر اشان امتى اخر تحاليل امتى اخر ادوية اخدها ايه وكل الحاجات دي طبعا هتفرق معي ثمن حاجة كنا منتكلم فيها encourage team work team work ده قلنا اللي هو collaborative effort of group to achieve common goal فانا بالنسبة لي بتكلم في team work زي ما قلنا لما يكون عندي شغل مسلا او product او اي ان كان اللي انا عايز زي ايه فكرة team work فيه فكرة ان احنا نبقى كلنا on the same page او كلنا نبقى on the same level طيب team work مسلا بالنسبة لنا في الهيل سكير زي ايه بيبتدي من ايه بيبتدي من اول patient بتاعي هو داخل في reception بيفتح الفايل بتاعه رايح عند الدكتور بيبتدي ان هو يعمل له diagnosis بعد كده الدكتور بيبعثوا على اللاب بيبعثوا على x-ray بيبعثوا على pharmacy بيبعثوا لل or fo لازم نكون كلنا on the same level زي ايه جالي مسلا العيان دوت وهو بيفتح بيفتح مسلا الفايل بتاعه في reception فالعيان دوت مسلا من اصحاب الهنم او العيان ده مثلا محتاج ان هو خدمة زيادة مثلا من اصحاب الهنم عندوا مثلا مشكلة في السمعة عندوا مثلا مشكلة في البش ايا كان يعني هو حد غصبا عنه عنده مشكلة طيب لما يكون عنده مشكلة ايه اللي بيحصل هيبقى محتاج من人 عناية زيادة يعني لو عنده مثلا مشكلة في السمعة هيبقى محتاج ان لحد يساعده او يبقى حد يبقى بيترجم له من مثلا اخواتنا اللي بيعرفوا يترجموا اللي بيترجموا الاخواتنا اللي مثلا مش بيتكلموا كويس او مش بيسمعوا كويس فدي واحدة من الحاجات طيب لو انا عندي في السيستم بتاعي وهو رايح للدكتور وبيفتح كده الفايل بتاعه وطلع له مثلا pop up message او طلع له حاجة بتقول له ان اخلي بالك ان الpatient دوت مثلا محتاج special assistance او محتاج مثلا special attention عادي كده احنا الدكتور هيخلي باله وبالتالي وهو بيشرح او وهو بيتكلم او وهو بيكتب الprescription هيبقى مركز قوي على النقطة دي ان الشخص اللي قدامه ممكن ما يكونش فاهم قوي او ممكن ما يكونش عارف قوي او مش سمع قوي طيب هيروح مثلا لللاب فاللاب هيجي يخلي باله هو بيسحب هيطلع له بس نفس pop up message ان مثلا دوت من اخواتنا اللي محتاج مثلا عنية خاصة فهيبتدي يركز معه يتأكد ان هو عمل كل التحاليل يفهمه علشان لو ناسي حاجة او مش عارف حاجة نفس الكلام في الفارماسي هتطلع نفس الpop up طيب ده كله team work مع بعض ده كله كده team work الدكتور لما جات له المسج دي هو خلى باله وممكن يكتبها مثلا في النوت للفارماسي وللاب وللاكس ري ان انتوا خلوا بالكم مثلا ان الpatient ده محتاج special assistant او ان الpatient ده محتاج مثلا عنية خاصة او مثلا ده حد من عبهاتنا وامهاتنا اللي بيبقوا ربنا يديهم مستحة مثلا بس عنده مشكلة في رجله مش بيمشي كويس مش بيقدر يقف كتير ايا كان فلما يكتبها مثلا نوت للفارماسي لللاب للإكس ري بالتالي هو لما يروح لهم وتطلع لهم الpop up message دي هيمشوه الاول او هيدلو مثلا الpriority مش هيخلوه يستنى كتير فده كده احنا كده شغالين مع بعض ايه team work خريق عمل مع بعض ده مثلا example من الexamples الموجودة بيقولك team work ده مثلا برضو العيان الدياباتيك لما بيروح مثلا للمستشفى العيان الدياباتيك وخصوصا لعنده الدياباتيك فود وعنده مشكلة في رجله لقدر الله هيعمل له مثلا amputation الدياباتيك patient او اللي عنده الدياباتيك فود ده بيبقى محتاجها كتير قوي محتاج مثلا ان هو يتكشف عليه في عينه يعينه فيها مشكلة مثلا الاثثلمولوجست اللازم يشوف عينيه محتاج دياباتيشن يعمل له نظام للأكل كويس محتاج مثلا nursing educator اللي هي أو patient educator من النيرسنج اللي هي بتعلمه مثلا استخدام infusion bump او الانسولين ازاي محتاج مثلا ان هو حد من النيورولوجي يكشف على النيورنز بتاعته ويكشف على الاطراف بتاعته ويشوف هو فعلا وصل له السكر فيه مشكلة وصل لحد فين فده كده بيبقى تيمورك على بعضه بيتعمل له plan of care بتتسمى كده لهو مثلا محجوز plan of care في الفايل بتاعه كل الناس دي بتكتب فيها وتمضي فيها كل واحد يحط الانبوت بتاعه عشان بقى ضمنين ان احنا كلنا on the same way او كلنا on the same level وكلنا شغالين مع بعض فعلا تيمورك لمصلحة العيان ده فبيقول لك ان this concept is seen within the greater framework of team which is group of interdependent individual who work together towards a common goal الbasic requirement بتاعه الـ effective تيمورك طبعا ان هي الـ adequate team size والcontext is important يعني ما نبقاش احنا مثلا تيم مع بعض متكونين من خمسين واحد وما بنشوفش بعض ده كده هاسموش تيمورك فهي الفكرة ان احنا التيمورك ده نبقى مثلا مقسمين بعضنا وعارفين التسكات بتاعتنا كل واحد عارف هيجي الصبح يعمل ايه والcontext is important احنا ايه ترجل بتاعنا بنعمله ازاي كل واحد مسؤول عن ايه والتيم size كان طبعا على الـ objective على حسب احنا جايين نعمل ايه وبنشتغل ايه بنعمل التيمورك بتاعنا او بنعمل التيم size بتاعنا خلاص فدي اللي هي encourage التيمورك طيب دي زي ما انتو شايفين كده اللي هو كلمة التيمورك وقلنا اكبر مثال لها زي ما كنا بنقول في ايه كنا بنقول في حاجة مثلا زي فريق الكور خلاص كده طيب عندي بعد كده في automate carefully ان انا بعمل automation carefully ودي اللي احنا اتكلمنا فيه التكنولوجي كان sometimes but not always be helpful زي ما قلنا انا ممكن يجيلي system مثلا يضيع لي كل حاجة او يبقى جالي system وجيه مثلا حصل عليه فيروس او حصل hacker فراح نبوازلي كل حاجة فالautomation على قد ما هو بي save cost و time بس لازم يكون فيه ايه limit او يكون مشا فيه بالراحة ما مجريش كده اقول automation ويلا بينا فالautomation save cost of time with automation a lot of operational cost of the hospital can be saved طبعا لو انا بعمل automation زي ما قلنا مثال من شوية ان انا ببدا ما كنت بعمل registration عندي manual اللي انا فتحته online او فتحته على ال application وبالتالي ان انا بوفر وقته مجهود وبريح customer بتاع او بريح patient بتاعنا تمام كده خلاص طيب يا دكتور هخلص يعني لما خلص هجاوب لك على السؤال بتاعك حاطق طيب طبعا احنا عندنا advantage وفيه disadvantage الadvantage زي ما قلنا هي بتسيف القوست بتسيف التايم ببقى ضمنا الaccuracy بتاعتي ببقى ضمنا الpredictability بتاعتي بس برضو لازم زي ما قلنا اخلي بالي ان انا ممكن اكون ماشية بطريقة من غير مثلا ما اخد بالي ان في حاجات على وحاجات على ارض الواقع ممكن ان هي تأثر معي فلازم اكون وانا ماشي اكون وانا ماشي في الاطوميشن ماشي كيرفولي ماشي بقطوات بالراحة واكون مركزة فيها ف there will sometimes be situation where الاطوميشن doesn't justify itself equally if you don't automate and stay as you are without كيرفولي assessing البنفض زي ما قلنا كل خطوة باخدها في الاطوميشن بزداد لازم اكون مخلية بالي انا ماشية صح والله غلط حصل عندي error ولا وخصوص ان انا عندي patient privacy وعندي patient data فدي كلها من الحاجات المهمة اللازم ان انا اخلي بالي منه فدي نقطة مهمة جدا كيرفولي وانا ماشي بعمل اوتوميشن اخر نقطة كنا بنتكلم فيها بتاعة الهيومن فاكتورز انجينيرين اللي هي الفيشوال كنترول وانا الفيشوال iv solution ولا بحضر iv preparation بنرفض ان هو لونه بيطلع مثلا buff او بيطلع pink او بيطلع عاية ان كان فجيت وانا بشتغل بعضا ما حضرت ولقيت ان طلع لونه مثلا بني او طلع مثلا لونه green ده معنى ان انا حط حاجة تانية خالص ده كده visual control ده كده راح مطلعلي وانا بشتغل مثلا السيستم بتاعي دور معروف ان الماشين دي طول ما هي السامبلز مثلا دخلة فيها انا بشغالها في لاب والسامبلز مثلا دخلة فيها تمام والامور مظبوطة بيطلع مثلا بتبدل ماشي ولون الماشين لونها green مجرد ما حصل error او حصل غلطة بتديني alarm ويطلع لي لون احمر فده كده بيديني بيقولي ان فيه ايه فيه error او فيه abnormality فدي الكنترولز دي زي مثلا floor marking اللي هي بتقولينا فيه restricted personal zone color syringe فدائما فكرة visual control او color coding دي من الحاجات اللي بتفرق زي ما انتو شايفين مثلا اهو في الكانيولا اللون ده بتاع ايه دي ما قسها ايه دي المين دي المين دي المين في الاخر فيه نقطة مهمة جدا يعني بنحب ان احنا دائما نقولها we can not change the human condition but we can not change the condition under which human works ليه بنقول الكلام ده لان احنا لو احنا لو كان حد حاضر معايا المحاضرة اللي قبل كده كنا بنقول ايه هي نوعية ال error او هي نوعية الاخطاء اللي بتحصل انا عندي نوعين مهمين جدا فيه skill based error وفي knowledge based error اللي skill based error اللي هي بتعتمد على حاجتين اللي slip وال lapse اللي slip وال lapse يعني ايه اللي slip ان انا مثلا بسحة كل يوم بالبس بغير هدومي بنزل الشغل بدوس في العربية على ال D بطلع له قدام انا ناي انا مش ناي كويس انا مش مركز انا تعبين بدلا ما دوس على D روح تدايس على ال R روح تراجع لورا وخبطت في العربية اللي وراي دي غلطة حصلت دي كلها اسمها ايه دي اسمها slip اللي هو تلخبط لخبطة دي تعبين بفكر في حاجات كتير ايا كان طيب اللابس اللابس ان انا نسيت ان انا مثلا وبييجي كتير في الامتحان يقول لك الدكتور قال للعيان هيكتب له فيتامين او هيكتب له انسولين جي العيان عندك في الفارماسي ولا مكتوب فيتامين ولا مكتوب انسولين فانت كلمت الدكتور فقال لك اللي هو نسي خلاص كده فدي نوعية من الاخطاء وهو هي مش اخطاء مقصودة بس او مش يعني مستحيل ان انت هتقدر تمنعها مستحيل هتخلي حد يقدر ما يتلخبطش ولا مستحيل هتخلي حد يقدر ما ينسيش طيب النوع الثاني اللي هو المستيك اللي احنا بنسميه knowledge based ده اما بيكون ان ما فيش knowledge اصلا bad knowledge او ان يكون ايه عندي bad او الway اللي محطوط للشغل نفسه اللي هو bad based يعني ايه انا مثلا بحضر IV برضو او بحضر TPL فانا جيت لقيت يعني انا واحدة من الناس مثلا مش متدربة كويس وقالوا لي خشي حدري ما فيش سيستم للتدريب في المكان ده فجيت وانا بشتغل عملت غلطات كتيرة ليه بقى لان انا ما عنديش knowledge الكفاية ان انا اشتغل كويس زائد ان المكان ما عندوش البيز الكويسة اللي تخليني مغلطش يعني مش بيديني سيستم مثلا اتدرب فيه مش ميديني policy ده بيقول لي خشي اشتغلي وخلاص فولا انا عندي knowledge الكفاية او اللي هو الغلاطات بتاعت knowledge بتاعت دي لأ ممكن تتمنع اصلا لو انا عندي certificate لو انا عندي training كويس لو انا لو انا لو انا والمكان ده ممكن يمنع اي غلطة او اي ايرو يحصل فيه لهو عندو سيستم للترينيج كويس فهي دي النقطة فبيقول لك احنا ما نقدرش نغير ال human condition ال human condition هي الطبيعة البشرية ما اقدرش اغير ان حد ينسى ما اقدرش اغير ان حد يتلخبط بس اقدر اغير الظروف اللي الناس بتشتغل فيها عن طريق ايه زي ما قلنا من الاول خالص زي ما قلنا في ان انا بعمل ان انا ببسط له الطريقة اللي بيشتغل بيها ان انا بيجي اشوف او على ارض الواقع الشغل لما ابتديت اطبق الطريقة دي احسن ولا اوحش احسن طب تمام مكملة فيها اوحش بعد لها ديزاين تاني طيب الستاندردايز حتيت طريقة موحدة للشغل الناس كلها تقدر تشتغل بيها وتمشي وراها من غير غلطات طب دي جت من اين دي جت من الستاندر دي جت من البست براكت دي جت من اي امكان اللي احنا بنتكلم فيه عملت لهم فورسنج اكشن او فورسنج فانكشن وكنسترين ما نعطوهم ان هم يعملوا الحاجة لما ييجي علشان خاطر يحاول ان هو يسكب بيانات العيان السيستم مش بيساعده لما ييجي ان هو يحاول يكنسل مثلا رسل تطلع من غير موافقة الدكتور السيستم بيقول له لا فنا عملت له هندي كلها اسمها ايه فورسنج فانكشن وكنسترين الكنسترين ان انا برضو حطت له قيود ممكن مش كل حاجة طبعا هقدر اطبق فيها سيستم لان على قد ما هي كويسة جدا على قد برضو ما هي مكلفة فبعمل ايه بعمل على قد ما اقدر بحيث ان انا امنع الغلطات او امنع طيب الريدوندنسي بعمل تكرار كل شوي التكرار بتاعي دوت في ايه التكرار بتاعي ان انا بحاول اعمل بعيد البروسيس تاني بحيث ان انا اتأكد ان الريزلت اللي طلع دي ريزلت مظبوطة وبتأكد ان انا بالنسبة لي ما غلطتش وان طريقة الشغلة نفسها فرم ايه توزي تمام على الميموري ما بقولش للناس امشوا من غير دوكمنتيشن ما بسمحش بطريقة ان الناس تتعامل بالبؤ حتى فيه في الميديكيشن سيفتي اللي منكو فارناسيس تعارف الموضوع ده ان الverbal order او اللي هي الوردرات اللي بتتاخد بالبؤ دي او ان انا اتكلم اكتب للعين كذا وكذا او اصرف العين كذا وكذا دي دي ليها بروتوكول وما بعملهاش الا في الحالات الامرجنسي جدا لكن علشان خاطر اصرف اي دواء لازم يكون مكتوب بي دوكتور اردر بالدوز بالديوريشن بالإيج بالويد بكل حاجة خلاص فده عشان افويد اي ريلايس على الميموري بقى زي ما قلنا ان احنا بنضرب عصفرين بحجر واحد لو حاجة قادر استفيد منها بطريقة احسن من اللي قبلها تمام بمشي فيها كل لما كان شغال مع بعضه كل لما كانوا على سليم بيج كل لما كانت فرص النجاح بتاعتنا وفرص حدوث الاخطاء اقلب كتير طيب زي ما قلنا ان احنا بنعمل جميل جدا ولكن اخلي بالي وانا مشي في بتاع ان هو ما يخدنيش في حتة تانية او ان انا مبقاش ماشي في الوتوميشن وممكن يحصل منه غلطات او يحصل منه مشاكل تأثر علي لعب اماشي واحدة واحدة وستب مدروسة ومحسوبة طيب زي ما قلنا كل لما بقى عندي فيجول كنترول او كلا ركودين كل لما قلت فكرة الاخطاء فكل اللي احنا كلنا بنتكلم فيه دوت النهاردة الوي او الطريقة اللي بيشتغل بيها الهيومان فاكتورز انجينيرينج الخطأ او ان هو يحاول يخلي الناس تقدر ان هي تشتغل من غير فرص خطأ او مفيش سيستم علشان نكون متفقين مفيش سيستم 100% يعني كل سيستم لازم هيطلع فيه نسبة خطأ بس الفكرة ان انا اعمل الكلام ده ازاي او ان انا اقل الفرص الخطأ دي على قدم مقدر ازاي او ان انا اقل الفكرة الخطأ دي ازاي او احنا فاهمين ان هو فيه خطأ ولكن انا بحاول ان انا ايه امنعها على قدم مقدر او بحاول ان انا اقللها على قدم مقدر او ان انا اقول ايه يعني ماخلاف المليموم مليموم تمام كده فهي دي فكرة وفيه فكرة كلمة يعني ان انا مش بمسك حتة واسيب حتة لا هي فكرة ان انا بشتغل على كل حاجة مع بعضها أو في النظام متكامل مع بعضه هي كلمة Human Factors Engineering دي هي ترجمتها الحرفية بالعربي اللي هي هندسة العوامل البشرية يعني ايه هندسة العوامل البشرية بتدرس كل العوامل البشرية المخ مثلا يقدر يتعامل مع الآلة دي كم ساعة في اليوم المخ مثلا يقدر يشتغل على الآلة دي بأنهي طريقة طيب أقصى استيعاب لمخ البني آدم وهو بيشتغل قد ايه طيب أقصى حاجة ممكن المخ يقدر يتعامل معيها في السيستم ده ازاي ففكرة Human Factors Engineering دي بيدرس كل الحاجات دي مع بعضها وطريقة شغلها مع بعضها بحيث ان هو يحاول دايما يحسن فيها او يطلع لي أفضل نتيجة ليه فهي دي فكرة ان انت بتفكر على النظام كأنك بصص عليه كله من فوق مش بتمسك حتة وتسيب حتة او زي ما بنوعد مثلا نهزر عندنا في مصر نقول ايه بزبط البنطلون الجاكتة بتضرب لا السيستم سينكينج وخصوصا الهيومان فاكتورز انجينيرينج بيشتغل كسيستم ازا هو كوحدة كاملة على بعضها بشتغل عليها بشوف ايه المشاكل اللي فيها وابتدي ان انا احاول اصلحها حتة حتة كلها مع بعضها تمام كده فدي فكرة السيستم سينكينج واهم حاجة فيها الهيومان فاكتورز انجينيرينج احنا خلصنا كده اول جزء انا خلصت كده في المحاضرة اه حد مش فاهم حاجة اقولها اوعادها تاني جزانا واياك ربنا يخليك طيب سهل الموضوع في حد عايز يتناقش مثلا يفتح موضوع في حاجة يسأل في حاجة كان فيه واحد من الزملاء شكرا فيه حد من الزملاء كان بيسألني ان هو يبتدي ازاي في فكرة الهيلف كير كواليتي او يبتدي من ايه او ان جمعت ايجازان او اياكم شكرا طيب بص يا جماعة مبدئيا فكرة الكواليتي او علم الكواليتي او جودة الرعاية او الجودة نفسها وسلامة المرضى الناس دايما للأسف ربطاها بفكرة او ان انا بشتغل في الجودة علشان خاطر الاعتمادات الاعتمادات او الاكريديتيشن دي حاجة يعني زي مثلا ايه انا مذكره كويس جدا وهي دي حاجة بتيجي كده قيمني تديني بتقول انتي ماشي على التراك الله يخليكي شكرا بتقول انتي ماشي على التراك لكن مفهوم الجودة او فكرة الجودة نفسها اهم من كده بكتير احنا ليه دايما بنجري وراء الجودة مش الجودة في الرعاية الصحية في الجودة في عمتا في كل حاجة ببقى انا عايزة حاجة بجودة كويسة لما يكون الحاجة معمولة بجودة او معمولة بكواليتي عالية ده بتبقى دي احسن حاجة او بتبقى دي فعلا من الحاجات الكويسة جدا او من الحاجات اللي فعلا بتفرق معي طب ليه ببقى انا ضمنة ان انا كده بشتغل صح او ببقى انا ضمنة ان الحاجة اللي جالي دي معمولة صح قيسة كلام دوت على جودة الرعاية الصحية زي ما قلنا سلامة المرضى بالنسبة لنا النهاردة بقت حاجة مهمة جدا او بقت حاجة اساسية جدا في المستشفيات او في القطاع الصحي ابتدت من سنة 99 بعد التقرير اللي هو كروزنج الكواليتي كازم اللي طلع سنة 99 في USA وكان بيقول ان كل سنة بيموت حوالي 100 ألف واحد من جراء الاخطاء الطبية اللي كانت اللي هي او اللي هي كان ممكن يومنا حدوس من هنا حصل وتلعت فكرة هقولك يعني ايه تلعت فكرة تلعت الفكرة فيها او بتاعها ان تقرز طول ما احنا بنشتغل كبشر فاحنا هنزلطي لكن دوري انا هنا في او في سلامة المرضى ان انا اقلل فرص حدوث الخطأ وديك سيستم يقلل لك الفرص دي بالنسبة تكاد تقترب من زيرو طيب كلمة CBPS يعني ايه certified professional in patient safety طيب دي بتيجي من الشهادة دي بتيجي من الIHI طيب العمل بالجودة بالضغط منتج زادة جودة وبالتالي نقلل الهدر مش بس الهدر والله هي الفكرة ان انت بتبقى دي احسن حاجة ومثلا في القطعات الصحية احنا كhealth care professional احنا دايما علينا load ان انت لما بتحصل غلطة مع العيان ممكن لقد الله تحصل بفورة فتبقى المسألة قوية جدا فانا قبل لما انا بحمي الpatient انا نفسي بحمي نفسي يعني انا بحمي نفسي كhealth care professional لما انا بمشي الstandard اللي اتحطت من من الكاب من استباهي مش محطوط اعتباطا لما بتيجي مثلا يقولي اشتغل بيها انا لو انا اشتغلت بيها فعلا 100% او 99% فاحنا بنضمن بنسبة كبيرة جدا ان الخطع بتاعنا يقل لان الناس دي لما حطوا الstandard دي ده دي احسن حاجة لقوها في الطريقة دي تقلل لك الخطع فلما انا بشتغل بالquality مش بس عشان accreditation لا فكرة الquality ان انا بعمروف فعلا الprocess بتاعتي فاللي حابب يشتغل في الquality فيه كده انا بعتبره يعني من خلال تغربتي انا زي هرم كده الbase بتاعته ال-CPHQ او certified professional in healthcare quality ودي اللي بتديها ال-NAHQ دي بتبقى ال-base كده اللي هي الناس بتبقى من الاول خالص بتقول لك يعني ايه quality يعني ايه يعني ايه ليه بتتكلم كده في المجمل العين فكرة الجودة يعني ايه او انت عشان تفهم يعني ايه policy يعني ايه procedure يعني ايه organization short يعني ايه hierarchy يعني ايه strategy كل الحاجات دي اللي بيقولها النا ال-Health Care quality ال-CPHQ اللي هي certified انت تطعى شخص معتمد دولي فيه جودة الرعاية الصحية CPHQ تمام فدي نقطة ان انا certified professional في ال-Health Care quality CPHQ طيب نطلع للي بعديها انت عجبك الموضوع او ال-quality CPHQ دي مثلا عاملة زي ما الدكتور بيكون لسه متخرج من الكلية ومعا بيطلع بعدي يتخصص شوية بندخل في ايه بندخل بقى بعديها في فكرة ايه بندخل بعديها في فكرة مثلا ال-patient safety من انت certified professional في ال-patient safety اللي هي CPPS دي بتختص بسلامة المرضى وفكرة تطبيق سلامة المرضى السعودية هنا الحقيقة في سنة 2017 عملوا المركز السعودي لسلامة المرضى ووزارة السحة وسباهي empowered جدا CPPS و empowered جدا فكرة السعودي patient safety center او مركز السعودي سامة المرضى وكان عندهم مؤتمر من يومين مؤتمر قوي جدا في القصيم بدي ساعات معتمدة قوية وجايبين خبر عالميين ان هم يعملوا ويشرحوا ليه ايمانا بفكرة سلامة المرضى ان هي مش حاجة رفاهية ده دين المفروض ان هي تكون موجودة لما انا يكون عندي السلامة في الطيران اعلى من السلامة في سلامة المرضى دي حاجة مش حلوة دي حاجة انا احنا حاجة مش كويسة خالص فدي حاجة لازم اخلي بالي منها او حاجة ابتدي دايما اشتغل عليها طيب عملية الquality او عملية performance improvement بنسميها dynamic process كل يوم هيطلع فيها تحسين لان انا طول ما انا شغيلة هيحصل معايا غلطات وهيحصل معايا مشاكل وهبتدي ان انا اشتغل عليها وهبتدي ان انا هلاقي مثلا ممكن حاجة ليه تنتقره موجودة عندي فاحتاج ان انا اشتغل عليها احتاج ان انا احسنها احتاج ان انا اعملها كل دوت بيجي ازاي كل دوت بيجي ان انا اكون درسة العلم دوت واعرف اطبقه ازاي مع policy مع procedure formulate كل ده فتاني نقطة في الهرم او تاني سلمة في الهرم بتاعي cpps النقطة اللي بعديها certified professional في health care risk management او cprm ودي اللي غاوي قصة ان انت بتدرس بقى المخاطر وبتشتغل بشكل استباقي proactively بتحط risk management بتحط كده ادارة مخاطر بتتوقع او anticipated or anticipated او ودي الخطوة اللي بعديها طيب انا ليه بتكلم بالترتيب ده من خلال ما انا درست ودي تجربتي وممكن يكون حد عنده تجربة افضل مني بس انا بتكلم على تجربتي انا لما درست ال cbhq ساعدتني وانا طلع للcpps ما كنتش هفهمها او ما كنتش هعرفها مغير cphq نفس الكلام في cphrm لما بتطلع في cphrm في جزء كبير جدا منها legal وoperation والشغل بتاعها كله بيعتمد بالنسبة كبيرة برضو ان انت تكون فاهم ال basic بتاع cphq في المستشفيات وتكون فاهم cpbs جزء سلامة المرضى حتى هي نفسها فيها جزء patient safety cphrm والclaims التعويضات والمقادات والمطالبات فلازم تكون فاهم ال basic عندك يعني هيبقى صعب ان انت تخش على واحدة من دول من غير الترتيب اللي انا بقولك علي ده خلاص جيت بعد كده اللي شغال مثلا في المستشفيات انا بعشق اللي عمل في المستشفيات وبشتغل في المستشفيات من اول ما اتخرجت تقريبا من 2005 فانا بحب شغل المستشفيات فاخدت فيها master في hospital management اللي هي ادارة المستشفيات عشان افهم كيفية الادارة مش عشان ان انا كون مديرة او كده بس عشان كيف اضطر الامور ساعات كتير بنبقى احنا مثلا لو احنا شغالين في الفارماسي شغالين في اللاب شغالين في اي مكان هي ليه الادارة ما تعملش كده هي ليه الادارة ما تزودش كده هي ليه مش عارف مين فواحدة من الحاجات اللي تعلمتها system thinking طبعا ما احنا بنقدرسه في ال cbps system thinking علشان خاطر بتكون ناجح في مكان لازم تكون فاهم المكان ده from a to z تكون فاهم المكان بيمشي ازاي تكون فاهم الادارة ازاي عشان لما تيجي تقدر تقترح قرار على الادارة تقترح مشروع على الادارة لازم تكون فاهم البودجت بتاعت المكان ده بتمشي ازاي لازم تكون فاهم الهيراركي بتاع المكان هتاخد approval منين وازاي وفين كل الحاجات دي مع experience لازم يكون طبعا وراها تكون فاهم التأسيم ازاي الموافقة تيجي ازاي اقنع المديرين ازاي الماركتنج امشي ازاي فكل الحاجات دي كنت محتاجاها فاخدتها من hospital management خلاص المستر بتاع hospital management ان انا اقدر افهم فانا بالنسبة لي كان ده الترتيب بعد كده جات السكسي سيج ما يلو بلت بس يعني هي المفروضة ان هي يلو جرين اليلو ده البيزيك والجرين والبلاك بس انا يعني لظروف ما ما قدرتش اكمل لحد البلاك وبعد كده اخدت السي كي بي اي نسيت اقولها اللي هي key performance indicator ان انا certified professional في key performance indicator من الinstitution بتاع الperformance امبرومنت دي برضو دي اخر حاجة كانت في شهر واحد اللي فات لان من ضمن الشغل بتاع الquality والشغل بتاع الpatient safety لازم يكون طبعا مرتبط بالperformance فلازم تكون اعرف ايه ال KPIs وايه ال KPIs اللي هي key risk indicators والحاجات دي اللي انت بتشتغل عليها فدي برضو كانت واحدة الحمد لله من المايل ستونز دي ربانا انا عم علي بيها بس وsenior quality ambassador في ساسو او سفير في عائلة المواصفات دي من غير امتحان ومن غير حاجة دي بالqualifications هم بنقدم وهم بيدرسوا يعني الطلب وبعد كده بيقيموا بقى بناءا على experience وبناء الحاجات دي كلها بيشوفوها بتباقي فزت ست دي يعني this is my journey for the health care quality مين عند سؤال مين حبيب يسأل اتمنى ان اكون جاوبت على السؤال بطريقة واضحة شوية شكرا لك تسلمي في حال حبيب يسأل ربنا ربنا يخليك شكرا لك تسلمي بس ملا شكرا مين عند سؤال مين شايف الجهة المناحة للكيبي آيز حاضر هبعتلكو هي فيه عندنا البربراتري كورس مع دكتورة زينب هجيب لك بالضبط اسم الانستيتيوشن حاضر اي تاني الدكتور يا الحاجات دي مهمة ناخدها ولا الحاجات دي اوبشنال انا فهمة ان هي مهمة بس هي للشغل اوبشنال ولا ايها ميتها انا لست دخلة ومش فهمة انا لقيت لينك مبعوط وادخل المحاضرة دخلت اسمع بس انا مش فهمة انا فين ومفروض اعمل ايه انت فعلي ايه طيب او فين ايه انا تصنفت بدياتريك ريجسترار عايزة عقا سافر السعودية وتصنفت بدياتريك ريجسترار رسم خلاص التصنيف تمام اعم اه فانا مش عارفة الحاجات دي احنا المفروض بناخدها عشان نشتغل ولا الحاجات دي اوبشنال ولا ايه بالضبط هتشتغلي كبدياتريك ريجسترار ولا هتشتغلي ككواليتي ولا هتشتغلي كايه لا هو بدياتريك ريجسترار لا يبقى مش مطلوب مني الحاجات دي يعني دي اللي شغال مني في الموضوع ده في الكواليتي وفي البيشان سيفتي عايز تعرفي تمام يعني مفيش مشكلة لكن لا طبعا مش اجباري انا عشان ده شغلي انا كنت الاول فارماسيست وكان معايا البورد بتاع الفارماكو ثيرابي وبعدين شفت رحت على الكواليتي والبيشان سيفتي لاني حبها كنت شغالة جزء الكواليتي برضو في الفارماسي بتاعتي وكان بيعدي علي سباهي وجي سي اي يعني كان بيعدي الاكريديتيشن هنا منداتري واسباهي مثلا صعبة لا يا دكتورة وانا دخلت اسمع وليت الكلام حاطيتك شايق جدا فكملت المحاضرة معاك ربنا يخليك تسلامي ده من حظي بس تلحلو يعني لكن لا طبعا مش منداتري ولا حاجة يعني هي منداتري اللي عايز او مش منداتري كمان يعني هو في ناس كتير بتستمر في الكواليتي مش معايا الحاجات دي بس زي ما قلتلك هي بتبقى باشن انت حبى الحاجة دي زي مثلا انت في الجزء بتاعك يا دكتورة اكيد انت بالنسبالك مثلا حبى ان انت تكملي في اكتر من كده تغذي زمالة تغذي ام دي على حسب انت بالنسبة لشغلي فهي الپاشن بتاعك ايه انا بالنسبالي بحب الكواليتي وخصوصا بعشق الپاشن سيفتي انا بحب الپاشن سيفتي جدا شغلا وعلما وكل حاجة وانا فعلا بحبها يعني حتى بالنسبة يعني اهم حاجة في التطبع احنا بنعمل كل ده عشان بالضبط بالضبط حرفيا فحتى ما ييجي مثلا حد يقولي احسنتي بتشغيل حلو والله يا جماعة انا مش بشرح يعني مش ببزل ما بشرح انا حباها بالضبط هي دي الفكرة ان انا حباها فحبا قوي ان الناس كلها تبقى فاهميها او نفس الناس كلها المايندسيت بتاعها يتغير عن مفهوم الكواليتي بالاعم ومفهوم البيشن سيفتي بالاخص لان الناس بتبقى فاكرة انه احنا بنقول كلامه وخلاص بس والله فعلا بتفرق يعني عارفة الاية فعلا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا يعني هي فعلا الاية دي صحة ان هي لو انا غيرت حاجة والناس فعلا لما عملتها فرقت وقدرت ان انا امنع ضرر او قدرنا ان احنا فعلا البيشن تبقى يخرج سليم دي الوحدها كده كفاية يعني هي حتى ان ايا نفسها يعني هذا كسه ايلا تبتحمي نفسك قبل ان تبتحمي البيشن كمان دي نقطة مهمة جدا يعني وخصوصا مثلا مع الانظمة القوية او الحكومات الزكية كل حاجة يعني مسؤول وده صح يعني لما هو يعني من امن العقاب اسأل ادب لو انا مش شغلة في مكان او مش في بيئة ما بتقدرش فعلا المريد وخايف عليه ما هو يعني ده مش انا كاسمين مثلا ممكن للأسف فيه ناس غزبا انها نفسها تضعف او حاجة وما فيش حد طبعا معصوم الخطأ او ما فيش حد ما بيغلطش بس هي الفكرة ان احنا يعني احنا لو ماشيين بالمعايير وبالحاجات دي اللي هي مش محطوطة اعتباطا فاحنا فعلا قبل ما بنحمي البيشن احنا بنحمي نفسها وده نوضع مهمة جدا لازم كلنا نكون كلنا وقدين بنى منها يعني تمام اسلام يا دكتور بنا معاك وربنا يوفقك يا رب يا رب ان شاء الله وفقك كان فيه حد من الزمن ينفع اخذ دبلومة من الجامعة الامريكية ينفع تاخذ اللي انت عايزاه لسه زي ما كنت بقول للدكتورة دلوقتي يعني الحاجات دي مش مانداتوري لو انت حبه وفي استطاعتك وتمام اوكي فكرة تغنيكي او ما تغنيكيش انت مش مطلوب منك بما تروحي تشتغلي ان انت يكون مثلا لازم تكون الحاجات دي معيك لو انت عندك المقدرة ان انت تاخديها مش مقدرة قصدي فلوس مقدرة حتى وقت ظروف مجهود كلنا عندنا يعني مصقلين بالقعباء والحاجات الكتير فلو انت ظروفك سامحة تمام خديها مش سامحة خلاص مفيش مشكلة هي المهم ان انت تكون يفهمها ويكون معاكي يعني لو دبلومة بتاعة الجامعة الامريكية دي تمام اوكي ماشي احنا يعني دي في الاخر شهادات مش دجريس يعني انا مش باخد مثلا ماجستير في الـ هي لكن مش اجباري او مش فكرة نهاية تبطغني طب مين لا احنا زي ما الدكتورة دلوقتي كنا بنتكلم يعني انا مش بشتغل بيها او مش لازم نهاية تكون معايا لو معايا تمام وزي الفل مش معاكي ومعاكي حاجة تانية المهم انك تكون يفهمها والمهم انك تكوني بالطبائي العلم اللي انت فهمها ده في المكان بتاعك وقبل اي حاجة طبعا احتساب النية يعني لو انت عندك النية ان انت فعلا تمناعي ضرور عن حد دي اهم في رأيي الشخص يعني من اي حاجة ربنا يخليكم جزانا واياكم مين تاني عنده سؤال مين ما فهمش حاجة ممكن احنا نعيدها تاني ما عندكوش مشكلة خالص طب مستمعيكم زي حدوتي عليكم السلام احنا مساحة اه هو انا لو انا مسلا اريدي اصلا باخد الدبلومة القواليتي من جامعة الامريكية مين وحسن ان انا برضو يعني تعيها بعد كده هاخد ايه او او الاستبس اللي بعديها يعني انا برضو مش مش عارف لان انا عايز اعمل فعلا كارير شفت للقواليتي وطبعا يعني عندنا في مصر مش بيش اجهة اخر معاكي شهادات غير طبعا لو انت دكتورة فالنصيحة لحضرتك تنصحني بها يعني ان انا بعد الاستب الاستب دي ابدأ بعديها بعدين عشان افضر اه يعني فسول عمل تفيدني طيب انت عاك اه اه بعد ما درستي دبلومة القواليتي انت حاسة انها فرعت معاكي مثلا في البيزيكس ولا برضو مش فرعة معاكي هو طبعا المعلومات العملي تبقى اكتر يعني قافية بكتير من نظري اولها بصلا انا ما طبقتش عملي انا اختها نظري هميني ففي هذا الموضوع يعني ده بحس إن أنا أقدر برضو بقى معي عاملي وفي نفس الوقت برضو يعني زي ما بقول لحظاتك يفيدني في صور العمل إن أقدر برضو أشتغل بها مش أخدش هذا وخلاص يبقى أنت الخطوة اللي بعد كده إنك تقدري تنزلي الأول ترينج قبل ما تفكري تأخذي في أي شهادة تاني يعني أنزلي حاولي إنك تنزلي ترينج ولو حتى تدفعي شوية فلوس معلش في الأول بس هيفرق معك كتير ترينج في مكان محترم مكان كبير يكون فعلا بيطبق جزء الكواليتي دوت بنسبة كبيرة هيدفلك أد فاليو بكتير وحتى لو فكرتي بعديها إن أنت تقدري تأخذي شهادة تانية أو تخشي في شهادة تانية وإنت بتذكر الشهادة دي هيبقى الموضوع صحي لإنك هتكوني شفتيها عملي ممكن نقعد ناخد شهادات من هنا للصبح بس ما نطبقهاش ما يبقاش لها أي لازمة يعني الأهم من إن أنا أخذ الشهادة إن أنا فعلا أطبق فنصحتي ليكي لو تقدري الفترة الجاية تنزلي ترينج براكتكال الأول وبعد كده شوفي قيم الوضع ست شهور مثلا لو أنت لقيت بعد كده وهيفرق معيك وهتتعلمي منه حاجات كتير جدا لقيت إن الأمور تمام وظروفك تسمح ووقتك يسمح إن أنت تاخذي شهادة تانية خشي مثلا في السي بي بي است لو أنت حباه الأمور خلاص زبطت وتمام وكده وحاس إنك خلاص مش محتاجة ما فيش مشكلة أنت كده خلاص خدتي دبلومة وخدتي الترينج وده في حد زيته هيفتح لك ده بشغل كتير الفكرة في حد زيتها زي ما قلت لك في الإكسبرينس يعني أنت لو عندك سي فيه واحد مع كل الشهادات وما اشتغلش خالص واحد معاه واحدة بس من الشهادات أو دبلومة أو أي أن كان بس اشتغل في أماكن كتير وعنده إكسبرينس ده بيبقى طبعا بيبقى مفضل طبعا لو معاك اللي اتنين بقى شهادات وإكسبرينس القصة بتختلف وبتتحطي في لفل تاني خالص بس واحدة واحدة الأمور مش بتيجي بسهولة يعني الشهادات اللي بكلميك عليها أو الكلام اللي أنا بكلميك عليه ده أنا مثلا من 2017 وأنا ماشي في الويدة في الطريق ده ما خطومش كلهم مرة واحدة لا ده على فترات يعني لست بقولك حتى أخيرهم مثلا كانت في شهر واحد السنين دي يعني على مدار ست سنين بتحتاج وقت بتحتاج مجهود بتحتاج فلوس بتحتاج طفر بتحتاج حاجة كتير فانت انت أول خطوة بقتي خدتيها إن انت خلصتي الدبلوما أو ماشي في الدبلوما يدخلي بقى في خطوة تنزلي في الترينينج البراكتكال ترينينج إن شاء الله إنه هيفرق معاكي برضو كتير هيفتح مداركك هتطبقي الحاجات اللي انت خدتيها دي بسرعة عملية بعد هتحسن كتير جدا من الماينسيت بتاعك وتفتح لك فرص كتير برضو للشو فدي نصيحتي التانية لك معاكي شهادات واتدربت ومش عارفة اشتغل لأ دي مش عندي بقى ربنا يكرمك يا رب ما عارفش كزي نعمل فيها بس دي ظروفة على كل يعني مش عليك انت بس ربنا يكرمك يا رب دكتور عفو ان انا عندي مدخلة لو سمحتي زي ما ممكن اقدر اقولك يعني انه بالنسبة للأخ اللي سألت يعني هي معاكي بتقول انها وانه هي ممكن محتاجة الـ اكورس او اي امكان يعني بس انا اعتقد انه كل محتاجة وكل المعظفين او كل الـ كلهم محتاجين يعرفوا السفت ويحضروا محاضراتها ويشوفوها ويرجموها ويقضوا عليها شهادات وكمان يطبقوها لان انا رأي يا دكتور ياسمين انه لو انا مثلا كبروفيشنال وبشتغل وحصلت اي مشكلة فالمشكلة دي انا الواحد اللي بلاي نفسي مثلا انا واللي هم يعني التيم بتاعي ممكن ان انا اعمل اشياء وحاول اساعد وكده بس بقيت الموظفين مش فاهمين انا بعمل اي المفوض هم لا يعرفوا كمان معاك ايوه دكتور لا بقولك معاك تماما يا معاك فالروح ايوه فأنا يعني حتى في الهوست اللي كنت فيها كان الكلاركس ما بياخدوش سيفتي فمسلا فاير ان سيفتي او البيشن سيفتي ما كانوش ما كانش مثلا حتى الهوست دخلتهم في الموضوع لانه هم كلهم لازم يعرفوا الانفكشن ويعرفوا هنهيوجين ويعرفوا الاشياء اللي هي الانفكشن اللي ممكن يعمل ديزاستر يعني ففعلا ايام الكورونا هتلاقي اكتر 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 كاتيجوري حصل في الانفكشن ان في الهاوسكيبن ان هما ما فيش نالج فلازم دول يتحطوا يغضى علي شهادات ويكونوا اجباري حتى كل الموظفين المعصفة ومش ضرور يكون هاسبتل كمان حتى لو كان اي ارجن حتى عددت تتكلمي في موضوع في انجينير وده يعني كل ارجن محتاج انه كل الموظفين شهادتين ده المهمين جدا يعني لازم يقول لهم ان هم يعرفوا وينكريز دير نالج كل حي فأنا مش عارف حادتك يعني لو حد بيسر او ده لازم كلهم يعرف مش مش مختص بنيرسين او دكتور بس او لا ده كل الموظفين لازم يعرفوا عنه فمعش يعني ده رأيي لا انا معايك بس هي بتكلم ان هو لازم منداتوري عشان الشغل لا هو مش منداتوري عشان الشغل انا معايك انه لازم كل يكون عارف لكن هناك مثلا في استعادية او حاج فده لأ ده اللي انا بقول هون لكن كشغل مثلا وتحسين من بتاعت الشغل انا معايك طبعا انه لازم كل يكون متعب راهميني فانا بس بقول لازم المنداتوري للشغل ك يعني يعني اذا كان هي خصوصا في هسبيتال او شي لا هو يعني بسرح منداتوري فاذا هي منداتوري تعرف منداتوري تعرف مش منداتوري تاخد بس مش تعرف من زميلها لا تعرف من يعني كورسات ومحاضرات بيدوها في المؤسسة وكل يعني كل حاجات هي لازم تروح يعني يكون اسمها في اللي هو منداتوري للمؤسسة يعني اقصد مش مش بالضرور رح تدخل الكورسي كامل لكنه على هذا كل سنتين مثلا في تاخد كل سنة مثلا في أو كده يعني يكون ده من ده من البرنامج اللي هي بتعمل عليه وتبقى تراهمها كويسة أي موظف لازم يكون كده أنا ده في اعتقادي وده وده حاجة أنا حبها جدا يعني لا أنا بقول حضرتك بس أنا بتكلم مش من الإجبار عشان تتعين به لما هتشتغل في الشو هتاخد كل الكورسات دي طبعا من ال quality وكل حاجة بس مش إجباري إن هي كود ده كان سؤالها بس لكن كلنا لازم نعرف كلنا طبعا لازم نعرف دي أساسي يعني شكرا لحضرتك شكرا لك حد عنده سؤال تاني حد عنده حاجة مش فهمها محتاج يضيف معنا حاجة رام عليكم مساء الخير دكتور ياسمي نخبرك أنا مونة مهلا مساء بك بعد إذن حضرتك بس السؤال بتاعي هيكون على الامتحان نفسه إن شاء الله ممكن خلال قد إيه إن أنا ممكن إن أنا أدخل الامتحان والحضرتك في حضرتك هت بروفايد والحاجات دي اللي أنا ممكن تسعيدني عشان أذكر فيها قبل الامتحان ولا هيكون في وإزاي أقدم اللي امتحان نفسه معلش أنا أسف برضو زي أقدم اللي امتحان نفسه يعني اللي استفسي بتاعتي آه طبعا طبعا بصي أول حاجة أنت بالنسبة لك يعني فكرة بجهزة قد إيه في الامتحان أنا مش عارفة أنت ابتديتي فين المذاكرة إيه يعني دي حاجة أنا ما أقدرش أقيمها قبل ما أعرف أنت يعني المكتدية خالص البزك بتاعتك فين فمعرفش أنت يعني لو أنت مكتدية مذاكرة مثلا أو ابتديتي معانا مذاكرة فممكن مثلا نقول في خلال شهرين مكستفين أو شهرين ونص تكوني مستعد أنك تدخل الامتحان بس دي مذاكرة كل يوم بتحلي أسئلة يعني إن شاء الله ثلاث شهور تكوني جاهزة أن أنت تدخل الامتحان برضو يعني يعني قصدي أنت بس مجرد أنت بتعمليها كشهادة ولا أنت شغالة فيها وبيتمرسيها كعلى دي نقطة زي ما بقولك النقطة التانية الامتحان مفتوح كل يوم تقدر يتقدمي عليه في الموقع عادي جدا أبعط لكم اللينك لو أنت عايزين سهل جدا موجود كل يوم مش زي كل تلات شهور والكلام ده لأ هي شغالة طول الوقت مفتوحة طول السنة الامتحان بخمسمائة دولار لو حد لقدر اللهم ما نجحش فيه بعد شهر يقدر يقدر يقدم تاني ويدخل تاني ما فيش مشكلة فيه 110 سؤال بيبقوا كلهم كيسز بيبقى فيه عشر أسئلة منهم مش معروف مش محصوبين ومش بيبقوا معروفين بيبقوا حطينهم بس بيش بنكة أسئلة كبير لل يعني احنا معانا أسئلة بس عمتا مشكلة في حاقتين أو في حاقتين يعني هاملاش أسئلة كتير لأن زي موتاك المتحان كيسز مش زي مثلا لبنكة أسئلة والنقطة التانية في ان انت 110 سؤال دول مفروض بتحليهم في ساعتين مثلا في ثلاث ساعتين فدي نقطة بتبقى من الحاجات اللي بتبقى موترة شوية وهو ده الأكتر بتاع الفكرة الوقت وأن هما بس 110 سؤال في ساعتين اللي هو تقريبا يعني لو بنتكلم إن كل كيس تاخد دقيقة في الحل بتاع فبس لو ابتديتي مثلا من دلوقتي ومذاكرة مكسفة ثلاث شهور وحل أسئلة لأ إن شاء الله بإذن الله تدخلي وتعدي كمان في إن شاء الله يا رب شكرا أنا هيكون عندك جزء كبير الأمور إن شاء الله تمام يعني مش هكون بعيدة يعني بإذن الله يا رب شكرا شكرا لا تحت عمر مين تاني عنده سؤال طيب واضحة الأمور كله تمام طيب شكرا لكم شكرا على المحاضرة الحلوة دي مبسطة معكم جدا وشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم جميعا شكرا جدا الدكتور يا سمين كانت محاضرة ماشاء الله مبارك جميلة كانت بس راح حضرها من الأول بس النهاردة ما توفرش معي الأمر ده يعني اللهم مبارك كانت محاضرة متاع جدا جدا طبعا زي محاضرة السابقة دكتور يا سمين طبعا ما شاء الله لها معانا برنامج مجاني موجود على السايت متجاوز 16 ساعة في معضية مختلفة في سباهي جي سي آي وساكن فيكتور محاك كثيرة جدا للمهتمين بسماع المجاني طبعا يبتدي معانا كورس لسلامة المرضى الحمد اللي عندنا زملاء نجحوا الأيام اللي فاتت وان شاء الله ينضم لنا نجحين كدد طبعا زمين المهتمين بالسؤال عن تفاصيل الكورس الخاص بورد لسلامة المرضى فضلا يتوصلوا معانا على رقم الواتساب ان شاء الله اللي بينزل على الشات المحاضرة ان شاء الله هتنزل على اليوتيوب هتنزل على السايت وكمان ان شاء الله اي من الزملاء قدروا يتوصلوا معانا ان شاء الله لأخذ الشهادة على رقم الواتساب ان شاء الله اللي بينزل على الشات تمام طبعا احنا عندنا كورس اللي لسه بادئ عندنا كورس ان شاء الله لسه بادئ كورس التكويد الطبي كورس قوي جدا يقدر إن شاء الله أي من الزملاء اللي يبدأوا فيه من النهاردة كذلك كورس C-B-Hams ده كورس جديد جدا جدا الخاص بشهادة العالمية المعلوماتية نقدر نبدأ فيه إن شاء الله من النهاردة إن شاء الله C-B-HQ هتبدأ عندنا إن شاء الله آخر ديسمبر زملاءنا ده بيسألوا على C-B-HQ زملاءنا ده بيسألوا على B-N-B هنبدأ إن شاء الله في نص ديسمبر مكافحة العد وهتبدأ برضو إن شاء الله خلال شهر ديسمبر أي من الزملاء اللي بيسألوا عن أي من كورساتنا إن شاء الله المدفوعة فضلا يتواصلوا معنا على رقم مجاني واللي يحبين ياخدوا برامجنا المجانية يتواصلوا معنا إن شاء الله على رقم البنز على الشات أو أرقم خدمة العملاء اللي نرسلوها خلال إن شاء الله الـ live معاك ده بقى في أي سفسارات زملاءنا اللي حابين أي سفسار أنا معاك صدلوا مهلا أكل 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر معي ان شاء الله على رقم الواتسابي اللي على الشات شكرا جزيلا لو فيش اي استفسارات هنقفل ان شاء الله الميتين دكتورة زينة بشكرا كتير 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 جدا ربنا يحميك يا رب احفظك ويعني اريد تشكرنا لأنهم حاجة جميلة جدا بصراحة مش بيأثروا العفو دكتورة سالة والله نورتين ومنورانا دايما في كل مكان وربي يبعانا دايما انا اسلامي والله انا بشجعك جميل جدا وبعلينا انا اعرفة اول امبارة احنا اتكرت ان انا اللي راحت علينا حاضرة زالتي جدا يعني انا دايما اه والله انا بشجع شباب كتير مهندسين وكله ويعني مش بيخلي انهم يدخلوا معاكو عالسايد صراحة نورنا كل زولة من طرفك ولا يا دكتور نورونا ويشرفونا خالص خالص يا دكتورة دينا بحاليك بتعبي كتير جدا جدا عشان الله يعني تمزان حسناتك فعلا والناقي قلبي معاك يعني صراحة وملكستاني وسريفلس بصراحة جمال جدا صراحة يعني شابه قولك فربنا يحميك يا رب والجروب بتاعك كله يعني ويجعلك من زن حسناتك يا رب وبركة الله فيكو جميع ان شاء الله يا رب شكرا 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 كلامك ده جميل جدا بيشجعنا كلنا صراحة وبنحب وجود حضارك دايما معنا كل الزمل ان شاء الله يا رب يكون عن تحس وظنوك دايما لا وحديدك مش عارفة ان انا اصلا يعني 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 مش عارفة اقولك ايه انا حاسة انه انت فتحت ويعني حاجة جميلة جدا يعني اجمل حاجة حصلتلي يعني اجمل حاجة حصلتلي الحمد لله والله الحمد لله في حياتي والله اجمل حاجة حصلتلي في حياتي ان انا لقيتكو عارفة ازاي اه طيب الحمد لله ده كلام جميل قوي صراحة واحنا بجدد ده ندفع معناوية كلنا ان احنا ان شاء الله نكمل ونبقى احسن ان شاء الله والله يا ربنا عزيكم يا رب ويبارك ليكم ان شاء الله يحميك ويحفظكو يا رب شكرا عنك يا دكتور في العقل اللي قلتهولك ده اقل بكتير من لنفسي يعني ان انا اوصلهولك بجد جد جد لان انا الانفاقشان ده حاجة بالنسبالي هو يعني التوب في الاهتمام وبحبه جدا عارفة ازاي بحس انه انا ابديتت جدا يعني ابديتت معاكو بحس ان انا في المكان اللي انا يعني بحبه بجد الحمد لله والله دكتور رائع بحق كده ويا رب ان شاء الله دايما ان نبقى عند حسن ظنكو اللهي بارك فيك يا دكتور شكرا جزيلا الاف حيوتي فلغاتكم الله نورتي لام